في انطباع عام وأنا أتفق مع أصحاب هذا الانطباع بأن مدننا ليست مدن صراحة مرضية من ناحية أنسنة المدن وقربها للإنسان وليس للآلة من ناحية التشوه البصري من ناحية جودة الطرق من ناحية التنقل والحركة أحياناً إما عدم وجود خيارات أو وجود زحام شديد أو وجود شوارع مخجلة من رداءة الأزفلد فيها فمشهد إدارة المدن صراحة مشهد محبط كان في مركزية بسكل أو بآخر في اتخاذ القرارات وهذا حقيقة يعني يقتل أي عمل إبداعي في التخليط الحضري هذا سقراط من إذاعة الثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستجدات ومستهتفات رؤية السعودية 2030 طيف حلقتنا اليوم هو معاني المهندس فهد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة حلقة تناسب أن تكون ختام الموسم لأنها تكلمت عن موضوع يهم الجميع موضوع المدن السعودية كلمنا عن تحديات المدن السعودية ليش مدننا فيها نسب تشجير منخفضة جدا ليش هي مدن ليست صديقة للإنسان يواجه المشات فيها تحديات عشان يقضون مشاويرهم ليش شوارعنا بهذا السوق ليش الحفريات قاعدة تهجم على كل شارع بمجرد ما ينتهي ليش المدن غير رئيسية تواجه تحديات في استقطاب الناس لها ومن ضمنها مدينة المدينة المنورة فاتكلمنا بشكل عام عن مشاكل المدن وبعد ذلك دخلنا في المدينة المنورة تحديدا وتحدثنا عن أبرز ما حققوه لأن أمانة المدينة يبدو لي أنها قدمت نماذج إيجابية في التعامل مع هذه التحديات فسولفنا عن اللي تحقق في موضوع مشاريع الأنسنة مشاريع التشجير توفير مسطحات المشات سألت ضيفنا على موضوع فكرة أنه يحطون ممشى في المدينة وكأنه باقي المدينة ليست مخصصة للمشي فاتفق مع هذه الإشكالية وشرح كيف ممكن هما يتعاملوا معها في المدينة المنورة وكيف يبنون شبكة المشات اللي تربط كل احتياجاتك كساكن في المدينة المنورة سألت عن نموذج من أجمل النماذج صراحة اللي هما تميزوا فيه وهو استقطاب المستثمرين هما تجاوزوا دورهم في تشغيل المدينة إلى استقطاب المستثمرين اللي يحسنون جودة حياة سكان المدينة في القطاعات الصحية والقطاعات التعليمية وغيرها وبعد ذلك اتحدثنا عن مجموعة من أسئلتكم الثمينة إيقافات الأراضي خطط التوسع في المدينة إلى أي اتجاه تحديات الشركة الرقابية على المحلات والمطاعم والمقاهي وبشكل عام الفرص الاستثمارية في المدينة المنورة أترككم مع الحوار حياك الله أبو محمد شرفتنا نورتنا سعيد بوجودي معكم أنا اللي سعيد أخي أبو عبد الرحمن على الاستضافة في صغرات صغرات برنامج جميل ومميز يحكي حكاية يعني يروي حكاية التحول في المملكة العربية السعودية هذا التحول العظيم فأشكرك على الدعوة وسعيد بوجودي معكم شكر لك على قبول الدعوة بعد محاولات متكررة الحمد لله نجحت المحاولة الأخيرة فإحنا سعادها فيك وقبل ما نحكي عن حكاية التحول في أمانة المدينة خلينا خلينا بعد شوي وأروح لليابان وأقول عطنا من ذكرياتك في اليابان لأنها هي عادة كذا يسمونها كوكب منفصل عن كوكب الأرض خصوصا في إدارة المدينة نفسها إدارة المدن هناك جودة الحياة نظام الحياة فعطنا من ذكريات دراسة الماجستير في اليابان جميل هو حقيقة ما كان دراسة ماجستير هو كان عمل عملت في اليابان نعم عملت في أحد الشركات الخاصة يمكن زي ما تعرف جامعة البترول قبل تتخرج في تدريب تعاوني سبع شهور يعني تحتاج تقضيه في أي مكان فجاءت الفرصة وفضلت أن يكون خارج المملكة وجاءت فرصة في أحد الشركات اللي يتعمل مع شركة أرامكو في تنفيذ المصافي البترول ادربت هناك الفترة هذه سبع شهور وانتهت الفترة التدريب بوظيفة رجعت كملت الترم المتبقي في الجامعة ومباشرة ثاني يوم بعد الانتهاء انتقلت هناك أنت سبع شهور دراسة سبع شهور كان تدريب تدريب تعاوني تدريب على تراسة العمل نعم وبعدين رجعت اشتغلت فيها كم اشتغلت فيها؟ اشتغلت في يوكوهاما قريبة من توكيو تقريبا كانت ثلاث سنوات سنتين متواصلة بشكل متواصل وسنة يعني متقطعة بين الخبر وبين تقريبا ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات نعم وش أهم ذكرياتك في هذه الدولة؟ والله يعني كثيرة جدا جدا تعرف ما احنا متعودين احنا كنا نعمل في بيئة جديدة أو يعني على مستوى الشخصي أنك تخرج يعني أول وظيفة لك في بيئة جديدة في مكان يعني ثقافة جديدة نوعا ما يعني متحفظة بشكله وبآخر صحيح أنه كانت الشركة شركة يعني عالمية وتعمل في أكثر من دولة لكن يبقى الاحتكاك اليومي بالشعب وبالزملاء وبالكذا احتكاك يعني حثيث هذا حقيقة استفت منه بشكل كبير على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي يعني على مدى الفترة اللي بقيت هناك حقيقة أو جلست فيها هناك اكتسبت كثير من المهارات اللي نعكست اليوم على شخصيتي وكذلك على الالتزام بالعمل والتفاصيل هذا اللي هو موجود أصلا عندنا يعني في ثقافتنا وفي قيمنا لكن مؤصل بشكل كبير هناك وموجود يعني ما كان حقيقة فيه موضوع الالتزام والبصمة والدوام لكن تجد الكل حقيقي موجود في الوقت الخروج الساعة عشر من تسعة الصباح إلى عشر في الليل التسعة في الليل يعني هذا هذا طبعا معدل طبيعي للعمل بشكل متواصل مرت أيام يعني برمضان كنت أفضل ساعة تسعة وعشر بالليل يعني أنسى من وهذا يعني أعطاني انطباع على بيئة العمل كيف أو البيئة بالعموم كيف تأثر على الشخص يمكن موقف من المواقف السريعة في البدايات ممكن تخرج الصباح للدوام أمشي المسافة وبعدين أركب المترو وبعدين أمشي المسافة يعني بسيطة عشر دقائق أو شيء كنت أشوف ناس تجري استغرب يعني ما في التزام ما في تطبص ما ليش يجري للدوام ولا 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 يعني انتبهت النفسي فجأة أني أنا أجري كذلك بعد فترة مدري متى بديت حقيقة بهذا الفعل لكن هذا الدليل حقيقة أنه البيئة يعني تؤثر بشكل أو بآخر سواء البيئة العمرانية أو الأشخاص أو كذا تؤثر بشكل أو بآخر على الإنسان وهذا اليوم قاعد أحاول يعني أطبقه في بيتي وفي أسرتي وفي كذا وفي مماكن العمل حقيقة اللي أعمل فيها أنه البيئة عنصر مهم والقدوة عنصر مهم من عناصر يعني أي نجاح بالإضافة إلى ذلك يعني يمكن نقطة أخيرة هو موضوع الصورة الذهنية بناء الصورة الذهنية للدول والمدن والأشخاص يعني شيء مهم جدا يعني صح أنه نتكلم على الكوكب الآخر وتمييزهم وكذا وكذا لكن حقيقة هم شعب مميز رائع لكن عنده يعني إيجابياته الكثيرة جدا اللي موجودة عندنا وعندنا حقيقة أكثر منها في قيمنا وفي يعني ثقافتنا فالتسويق الصورة الذهنية للمدن للدول والشعوب أعتقد أنه مهم جدا ويمكن كان ينقصنا سابقا وهذا لعلنا يعني كثير من اليوم الأعمال والبرامج وكذا تتحكي هذا الموضوع أو متوجهة لهذا الموضوع ولو بنقوله بمحمد وش أكثر شيء فتقدته لما انتقلت من مدن اليابان إلى مدن السعودية وش أكثر شيء فقدته المشي المشي عجيب نعم يعني للأسف وهذا حقيقة هو اليوم التحدي الأكبر كيف أن المدينة مثلا زي توكيو مكتظة بمساحات يعني كثافات جدا مرتفعة وكذا لكن تجد فيها حقيقة المشي هو سيلة التنقل الأساسية وبعد كذا تيجي الدرجات وبعدين يجي النقل العام ويعني السيارات هذا يعني شيء غير منطقي أصلا يمكن تجربة كذا جربتها في بعض الأيام آخر الأسبوع أستأجر سيارة كذا وأروح في أماكن سويتها مرة ومرتين وبدأت وقفت يعني صعب جدا إيجاد الموقف تكاليف الموقف غالية جدا المسافات طويلة جدا وصعبة ويعني تأخذ وقت طويل جدا فالخيار الأمثل هو أنك تمشي الأفضل من إذا مسافات طويلة نتكلم على تكيف ترك النقل عام سواء كان حافلات أو متر وتنتقل فيه بشكل بشكل يعني سلس سريع ومنظم طبعا النقل العام بشكل أو بآخر يرتبط بالتجربة كلما كانت منظمة ومرتبة وكذا كلما كانت جاذبة أكثر حقيقة وواضحة وتكاليفها معقولة وبعدين أقل من 18 لهم يعني أسعار تسجيعية وأكثر من 65 أسجار فباختصار موضوع المشي كل العناصر الأخرى أعتقد أنه يعني موجودة عندنا بل بالعكس يمكن عندنا المتعة أكبر بكثير في العواصر الاجتماعية والعمل الاجتماعي والوجود الاجتماعي في منظومة يعني أو في بيئتنا وثقافتنا وشكل هذا الشيء اللي افتقدته جيت تعوضها لما صرت أمين المدينة صار عن ديكس وعبيتها ما شاء الله ممرات مشات وهذا مدخل جيد لحلقتنا بمحمد نحن نسفعدان نصطيفك بصفتك أمين منطقة المدينة منورة نعم والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة فخلينا نبدأ بالتعريف بهالجهازين الفرق بينهم أدوارهم وبعدين ممكن تنورنا أكثر وتذكرنا الفرق بينهم وما بين أجهزة أخرى بالنسبة لبعض الناس تبدو متداخلة مثل أمارة المدينة المنورة مثل رؤون المدينة اللي هي شغالة برضو هناك وزارة البلدية وشوال البلدية القروية والإسكان نأخذ كذا ملمح سريع ونفهم فيه المشهد جميل أمانة منطقة المدينة أو الأمانات في المملكة يعني أمانة المدينة خلنا نبدأ من أمانة المدينة أمر بتأسيسها الملكة بديز طيب الله ثراء عام 1344 يعني تقريبا لنا الآن مئة سنة يعني منذ إنشاء تأسيسها هو حقيقة أحد أولى الأجهزة اللي يعني أنشأت فيه المملكة العربية السعودية دورها يعني لها عدد كبير من الأدوار يعني نقدر نحصرها في موضوع التخطيط المكاني بشكل أو بآخر أنواع المخططات واستخدامات الأراضي وكذا هذا دور من أدوار الأمانة اللي اليوم الهيئة اشتركت فيه أو يصبح دور من أدوار الهيئة الأمر الآخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية نتكلم على مجاري صرف مياه مطار إنارة طرق جسور أنفاق هذه كلها بشكل أو بآخر هي مشاريع البنية التحتية الحدائق كذلك إنشاء الحدائق وصيانة تشغيل المرافق هذه يعني تنشئها وتشتغل على صيانتها والاهتمام فيها الأمر الآخر هو تمكين الأعمال أنا دائما أحب أطلق على أنه هو تمكين أعمال أكثر منه ترخيص ورقابة كيف نمكن الأعمال سواء كان القطاع الخاص أو القطاع الحكومي حتى القطاع الحكومي أو القطاع الثالث القطاعات المختلفة كيف نمكن الأعمال ونراقبها أو نشرف عليها بشكل أو بآخر على ترخيصها أو على الانتثال والاتزام فيها يعني هذه هي الأدوار فليس من أدوار الأمانة موضوع التخطيط المدينة أو التخطيط الحضري الشامل للمدينة ليس من أدوار الأمانة هو طبعاً دور مشترك في السابق كان من أدوار الأمانات بشكل أو بآخر وزارة شنبدي القروية تقوم بهذا الدور يعني مع الأمانات الآن في ظل وجود الهيئات هيئات التطوير هي من تعمل على موضوع التخطيط الشامل والتخطيط الأقليمي خلينا نتعرف على الهيئة ودورها نعم الهيئة دور الهيئة التطوير هو التخطيط الاستراتيجي للمنطقة أتكلم على تخطيط الاستراتيجي كل أنواع المخططات مخطط استراتيجي مخطط تقليمي مخططات المحلية هذا واحد من أدوار الرئيسية كذلك موضوع التنسيق بين المشروعات أو المشاريع المختلفة سواء كان مشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص هذا كذلك دور من أدوار الهيئة كيف تنسق بين هذه المشروعات موضوع برضو كذلك مهم موضوع توفير البيانات الحضرية المختلفة للمدينة كيف أن هذه البيانات تكون موجودة متوفرة لأن تدعم اتخاذ قرار سواء كان للهيئة أو للجهات الأخرى سواء كان قطاعية على المستوى الوطني المركزية أو حتى على المستوى الداخلي أمر آخر أو أخير هو موضوع اقتراح التشريعات وهذا عنصر مهم جداً رح نتكلم عنه لاحقاً في تفاصيل الكلام على إدارة المدن اقتراح التشريعات أو التوصية بتشريعات معينة لمدينة معينة في نطاق محدد اللي ينميها مثلاً اقتصادياً أو ينميها اجتماعياً لأن موضوع المركزية واللا مركزية في اتخاذ القرار التخطيطي هو سبب حقيقة له إيجابيات كثيرة لكن له سلبيات كثيرة الدور الآخر اللي ذكرته دور الأمارة المنطقة أمارة المنطقة هي أمير المنطقة هو الحاكم الإداري للمنطقة عنده جهاز متكامل يعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الدعم الأمني الدعم والتمكين للقطاعات المختلفة لتنفيذ أعمالها ومشاريعها ويشرف عليها بشكل إداري أنها تقوم بأعمالها بشكل سليم وصحيح وزارة البلدية وزارة البلدية هي الذراع التشريعي أو الغطاء التشريعي المركزي للأمانات في العموم كل الأمانات ترجع فيها ترجع لها بشكل مباشر التشريعات والتنظيمات المختلفة النماذج المختلفة هي اللي تقوم فيه كأمانة مشغل للمدينة مرجعيتك الأوضح والأقرب هي الوزارة؟ ولا الهيئة ولا الأمارة؟ نتكلم مكانياً من ناحية التخطيطية هي الهيئة وفي حوكم مواضحة بين الهيئة والأمانة في هذا الجانب وفي بالعكس عمل مشترك وقاعد يدعم في هذا الجانب بشكل كبير مكانياً وزارة الشؤون بيدي القروية هي المضلة المشرفة الإشراف الإداري والتشريعي وكذا أغلب التشريعات اللي تجي عن مستوى الوطني هي تجي من وزارة الشؤون بيدي القروية والأمارة ما في علاقة مباشرة؟ لا طبعاً الأمارة هي إشراف تشرف على الأعمال في المدينة بشكل كامل إشراف إداري وتمكين أنا أقول أن والله الأمارات هي ممكنة للعمل وداعمة للعمل بشكل كبير حقيقة أبو محمد أنا ودي أدخل على صلب موضوع الحلقة اللي هو موضوع المدن السعودية نحن نتكلم بشكل عام بعد أن ندخل على الحالة حق المدينة المنورة في انطباع عام وأنا أتفق مع أصحاب هذا الانطباع بأن مدننا ليست مدن صراحة مرضية نحن الحمد لله في خير وفي نعمة وفي أمن وأمان لما نتكلم على نواحي عديدة بس لما تتكلم على وإن تستحق أن تكون مدن السعودية الوضع ما هو مرضي من ناحية أنسنت المدن وقربها للإنسان وليس للآلة من ناحية التشوه البصري من ناحية جودة الطرق من ناحية التنقل والحركة أحيانا إما عدم وجود خيارات أو وجود زحام شديد أو وجود شوارع مخجلة من رداءة الإزفلد فيها الحدائق والمرافق العامة صراحة في قصص لا تنتهي من البشاعة في هذه الأماكن أحيانا تلاقي حديقة كاملة كلها ثيل اللي كانت ملعب غولف وهذا لا يعطيك ظل ولا يعطيك استهلاك محدود للمياه في بلد صحراوي نادرة فيه المياه أو تلاقيه فجأة كذا أمين قرر من راسه وقلب لك شارع كامل شال الأشجار وركب لك بلاستيكات على شكل أشجار نخيل شوارع دائري محطوط فيها نخيل اللي هي لا تعطيك ظل وتستهلك مياه عالية وتطلب صيانة وعناية وأخذ التمر ومدر إيش وتلقيح والآخر فمشهد إدارة المدن صراحة مشهد محبط ولا يوازي تطلعات وطموحات سكان المدن السعودية فودي أبدأ من هذه النقطة وأسألك كخبير وليس كأمين وش كانت مشكلة المدن السعودية وبعدها ندخل على الكيس حق المدينة منورة كيف تعاملتوا مع هذه التحديات خليني أنا أخذك شوية مشكلة المدن السعودية تأتي بحقيقة من الثورة الصناعية الأخيرة وهذه طرقاً مشكلة بشكل أو بآخر بنسب معينة هي موجودة في كل مدن العالمية يعني التحديات ليش؟ أول شيء موضوع التخطيط الحضري عملية ينبغي أن لا تنتهي يعني موضوع التخطيط الحضري مستمر طالما استمرت المدن وعمر المدن ترى عمر طويل جداً جداً والتغيير اللي يصير فيها يمكن أثره يبان الآن لكن الأثار الأكبر تبان في المستقبل واللي اليوم احنا نعيشه هو ترى نتيجة يعني عشرات إذا ما كان مئات السنين من الأنظمة والتشريعات والتنفيذ يعني عمر المدن عمر طويل العملية التخطيط الحضري ينبغي أن لا تنتهي مجرد ما تقول والله أنا انتهيت كده لأن الاحتياجات الإنسان تختلف ومن الناس كانت يعني أقصى طموحة أن تكون في ممرات آمنة للمرور يعني الشخصي أو مرور الدواب إلى أن والله اليوم السيارات إلى 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 يعني رح ننتقل موضوع سيارات ذاتية القيادة وننتقل لأشياء أخرى يعني سيارات كهربائية وهذه الآن برضو متطلبات جديدة رح تتنشأ وفي الخير عندك مدن قائمة واقع المملكة والمدن السعودية ما هو بعيد عن بعض المدن العالمية يمكن الكلام اللي بقوله ترى يعني قبل التحول قبل رؤية المملكة نعم وكان حقيقة العمل ربما يكون صحيح في وقته ربما هذه الكوادر والاحتياجات كذلك تختلف والتحديات والتغير المناخ وهذه كلها كانوا أشياء موجودة العالميين ولا محليين كان في مركزية بشكل أو بآخر في اتخاذ الغرارات وهذا حقيقة يعني يقتل أي عمل إبداعي في التخليط الحضري ليش؟ لأنه لا يمكن أن كل الحلول تنتج يعني من منظار واحد أو من مكان واحد المدن تختلف طبيعتها تختلف في مدن ساحلية في مدن طبيعية في مدن بيئتها جيدة وفيها مياه في مدن لا صحراوية مملكة قارة شاسعة يعني فالمركزية بشكل أو بآخر كانت مطلوبة لقلة الكوادر كانت مطلوبة لأهداف معينة يعني محدودية المبالغ كل التفاصيل هذه كلها مطلوبة لكن اليوم هذه الحمد لله تغيرت المركزية تؤدي إلى أن والله كل مخطط لازم يكون في 33% نسبة من المساعة على الخدمات المدارس كذا والمساجد كذا يعني محفوظة تماما هذا طب هل نحتاج مدارس؟ هل نحتاج نوع هذا من المدارس؟ هل نحتاج المساجد في الأماكن هذه؟ هل نحتاج حدائق؟ يعني أنا حقيقة في بعض المحافظات المدينة هي كلها حديقة المحافظة المحافظة كلها جميلة وكذا ما تحتاج حتى تنفذ فيها حديقة إضافية جزر وسطية تجدها مثلا وتلقاها كلها مبلطة بنفس المواد في كل مدن المملكة بشكل يعني نوعا ما أو شيء أنه مقزز الأمر الآخر مسحة الطرق يعني كبيرة جدا المواد هي نفسها في كل المدن وهذا يعني ما هو جديد طمس هويات المدن؟ طمس هوياتها ولا مستدام وبعدين كل ما تنفذ الطرق الواسعة الشاسعة في أماكن في محافظات أو في مدن صغيرة ترى كل ما تحتاج تشغير وتحتاج صيانة وتحتاج اهتمام وكذلك تأثر بشكل أو بآخر على البيئة على السلوك برضو شارع عريضة عن تقدر أسرع مع أن تقدر أتهور يعني موضوع الشوارع في 40 متر وكذا في وسط أحياء تجد كذا معنى تقدر أسرع فيها وهي بالانطباع يعني أنا أنا مارس هذا الشيء ويمكن لأي أحد ممكن ما شفته شارع شريع يمشي فيه بسرعة وهذا داخل تلقى حي سكني مكترض هذه كلها تؤدي حقيقة أدت إلى 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 يعني اللي حنا نشوفه اليوم بالإضافة لذلك طبعا ما هو عذور لكن النمو الغير مسبوق للمملكة في فترة يعني قصيرة جدا والتنمية السريعة أدت لبعض الملاحظات هذه كذلك موضوع افتقار كان ما عندنا حقيقة تطوير عقاري مميز تجد حي سكني يتم تنفيذه على مدى أربعين سنة خمسين سنة هذا يبني وذاك يبني وذاك يبني وذاك يبني وكذا وكل واحد يطلب خدمات مختلفة وشركات الخدمات توصل بشكل منفصل فينتج عنه هذا الأمر الآخر فيه جانبين جانب التنوع ما فيه يعني مشهد حضري أو كود عمراني صحيح وواضح الناس تلتزم فيه فتلقى يعني فيه اجتهادات وتعرف الجانب الأذواق وكذا تختلف وكذلك حتى الطرق الأكواد الطرق يعني مرنة نوعا ما ما تحاكي الجوانب هذه فتجد أنه فيه فيه إشكالية هذه كلها تنتج عن يعني تنتج لنا المنتج الحالي أو المنتج اللي يعني عشناه في المدى التسعين سنة المئة سنة الماضية ونتج عنه هذا الوضع اللي موجود الشي الجيد في التحول أو في رؤية المملكة أنه هذا الأمور بدت يعني تنحل بشكل كبير جدا ما رح نشوفها اليوم صعب جدا اليوم قاعدين نشوف نماذج فيه أماكن محددة فيه مدرفين لكن أعتقد النتيجة خلال عشر السنوات القادمة رح تغير وجه المدن السعودية بالعموم إنما كانت المدن الرئيسية حتى المحافظات والمدن الفرعية ومن هنا خلينا ندخل على تجربة المدينة المنورة صراحة أنا أسمع كثير عن اللي صايل في المدينة المنورة هو حراك يسبق متوسط ما نسمعه في بقية المدن بشكل عام ظنيتوا مبالغات إعلامية ولأنكم شاطرين في التسويق فزرت المدينة أنا زرت المدينة مع والدتي وأبنائي قبل سنة أو قبل عشر شهور وتعمدت أني أروح للأماكن اللي تنشرون صورها في تويتر جدة قبة وبعض المسارات اللي أنشأتوها اجتمعت مع مجموعة من الشباب المدينة والتبولي وأكراموني جلست عشا من أروع ما يكون وقاعد تسمع منهم صراحة في حالة رضا وتفاؤل على التحركات طموحاتهم لا تزال كبيرة ولا زالوا ينتظرون منك الكثير لكنهم علاقة يقولون في حراك في واحد فاهم ما نبغى وقاعد يتحرك ودائما يذكرون الوصفة السحرية تمكين الأمير فيصل والأمير سعود وقدرات أبو محمد وجهوده التنفيذية فخلنا نتكلم على تجربة المدينة إيش أبرز ما تحقق في تغيير وتتصحيح المشاكل اللي توحكينا عنها في مدرنا السعودية نتكلم على المدينة عند تطوير أي مدينة لازم نفهم إيش ميزة التنفسية ميزة ويش المطلوب بالضبط حنا نتكلم على مدينة يعني عريقة مرتبطة بالتاريخ الإسلامي بشكل كبير جدا حقيقة ما تخلو المدينة من مكان إلا خلفه قصة ولا تشريع ولا آية ولا حديث ولا كذا هذه ميزة عظيمة للمدينة وبشكل أو بآخر اليوم نحاول قدره مستطع أن نستغلها حتى في تسمية الشوارع في عدد تسمية بعض الأماكن في بعض الساحات لأنه يعني عندنا جانبين عندنا سكان المدينة واللي حنا مسؤولين عن يعني تجربتهم وجودة الحياة في أنهم يعني ينعمون بحياة جيدة وعندنا زائر المدينة تكلم على مستهدف 30 مليون اليوم يعني تكلم على 12 مليون سنويا قاعدين يزورون المدينة ويعني ينعمون فيها ومسؤولين عن إثراء تجربتهم المدينة المنورة يعني مقصد لهم فكيف نثري تجربتهم بدل والله ما هو يروح فقط الحرام ويعني بعض الأماكن غير منظمة ويعني يمشي فكيف نثري التجربة في أنه يجلس فترة أطوال نستفيد من وجودهم بشكل أو بآخر التنمية الاقتصادية تتبع هذا الجانبين جانب جودة الحياة للسكان لأنه كل ما يعني أنشط جودة الحياة أو كان فيه جودة الحياة في المكان كل ما صار فيه حراك وفيه متعة السكان المدينة يصيرون يستمتعون في المدينة بدل ما هو الله فقط يعني فيه أحد المخططين الحضرين الفرنسيين يقول الله فيه مدن للنوم أو يعني طلع مفهوم فيه مدن للنوم فعلا فيه مدن عالمية هي مدن للنوم يجي الواحد ينام فيها ويشتغل ويتوكع الله إذا جاي يستمتع أو كذا هذا يروح لمكان آخر فهنا يعني جال الأهمية أنه كيف أنه يكون فيه نظام صحي وهذا حقيقة سمو الأمير فيصل كان يعني من أولوياته وما زال يعني هذا الموضوع من أولوياته كيف يكون فيه نظام صحي جيد سواء كان قطاع حكومي أو خاص كيف يكون فيه وهذا نعكس على حتى أعمالنا كيف أنه يكون فيه نظام تعليمي جيد سواء كان على المستوى الحكومي أو الخاص كيف تكون فيه ترفيه مناسب وجيد هذا الثلاثي هو ثلاثي مهم جدا خلنا نمسك الثلاثي هذا ونأخذ مثال على كل واحد منهم جميل أنا أتكلم إذا أجل تتكلم على مثلا الجانب الصحي عندنا في المدينة مستشفى ملك فيصل التخصي يعني في الأمر فيه خادم الحرمين الشريفين كثالث فرع لمستشفى ملك فيصل التخصي في المملكة في عندنا في الرياضة في جدة للثالث في المدينة هذا يعني الآن موجود ويعمل ويعمل بشكل كامل وهذا واحدة من الأشياء الأساسية في عندنا كذلك مستشفيات الحكومية المختلفة في البرنامج التحول الصحي وعمالهم فيها وهذا عندهم حقيقة يعني ما قدر أتكلم عنهم لكن عندهم جهود كبير وسمو الأمير فيصل مركز يعني بشكل كبير أنا وأنا طالع لك الآن أمير فيصل كان يكلمني على مستشفى من المستشفيات ونوع يعني إشكالية من الإشكاليات اللي نقدر نحلها ونشتغل عليها يعني وندعم فيها كذلك عندنا مستشفيات خاصة حاولنا نستقطب يعني أبرز الأسماء اليوم تحت الإنشاء اسمين من أكبر الأسماء اللي موجودة مستشفى الحبيب ومستشفى السلمافقي كلها تحت الإنشاء وفي مراحل يعني متقدمة حلنا نوقف هنا ونقول وش كان دوركم أنتم وش دوركم في استقطاب هالعمالق الصحيين للمدينة جيد مثلا في حالة مستشفى الحبيب هو إيجار الأرض الفترة طويلة الخمسين سنة ومحاولة يعني التفاوض معهم أنتو توصلت معهم أنتو يتولهم نباكم تجون نعم أنتو الأمانة نعم نعم هذا واحد من أدوار زي ما قلت لك أن والله إدارة المدينة مجرد ما تستوعب الميزة التنافسية وستوعب نقاط الضعف والقوة في المدينة تبدأ تشتغل بناء على كذا كيف يقنعتوهم يجون؟ طبعا الرغبة الأساسية لهم موجودة والحاجة كذلك في المدينة والقدرة والقوة والفراغ الموجود الأمر الآخر كيف أنه اليوم أصبحت عندنا نقدر نأجر مدة خمسين سنة في أماكن يعني جيدة في الأمانة فكان هذا يعني بعد نقاشات وخيارات على مدى 11 شهر يعني اختاروا المكان واليوم يعني عمل حثيف جدا قاعدين يشتغلون في التنفيذ مستشفى مثلا سليمان فقيه نفس الشي مستشفى خاص مميز في أحد المستشفى المميز اعتقد في المملكة موجود في جدة نفس الشي كان فيه يعني ربط بينهم وبين أحد الأوقاف في المدينة في أنه ينشئون طبعا عملت الهيئة والأمانة وطبعا بتوجيه ثمو الأمير فيصل على التمكين في أنه كيف تكون فين يكون المكان كيف تكون العلاقة كيف تكون الارتفاعات كيف يكون التصميم كيف يكون في تسريع في التمكين العمل والترخيص وهذه الجوانب واليوم مراحله جدا متقدمة في التنفيذ أعتقد من تم توقع افتتاح المستشفىين؟ أعتقد في الحبيب 26-27 في هذه الفترة المستشفى السليمان فقيه تقريبا 25 هذا ما يلغي طبعا المراكز الصحية الأصغر لأنها هي مهمة سواء كان مراكز صحية الحكومية النموذجية وهذا يعني وزارة الصحة وتجمع الصحي في المدينة يبدل فيه جهد كبير والأمانة تمكن في تحديد المواقع في تحديد الأماكن في كذا والقطعات الصحية أو الخاصة الصغيرة في كذلك نفس الشيء أول عنصر في جوزة الحياة هو عنصر الخدمات الصحية وهذا اللي تحقق جزء كبير مننا بهالأمثل اللي ذكرتها قبل ما نغادرها لموضوع التعليم أنا نفت نظري سؤال جاي من أحد الأصدقاء يقول أنه أنا استأجرت أرض من الأمانة وبعد فترة قالوا لي أنه الأرض هذه فيها مشكلة لأنها تبع شخص آخر ونفس هذه المشكلة صارت مع الحبيب ومع مستثمين آخرين ذكرهم فصراحة يعني مرة شيء غريب أنه أراضي الأمانة اللي هي مفترض أنها أضمن أرض خالية من الشوائب والعوائق اللي يتعقد معكم يبلش بعدين فيكم ويتدبس معكم نماذج أعتقد نماذج فردية جدا وبسيطة مستوى الحبيب والأرض ملطوف ومشكلة مستوى الحبيب طالما موجود ويعمل بشكل يعني الإشكالي اللي موجود إشكالية بسيطة وحلت ما هي يعني الأرض هي ملكة الأمانة وتعمل فيها في جزء من الأرض يعني جزء بسيط من الأرض ملك شخص آخر أو يعني فيه الدعاء للملكية وهذا اليوم يعالج نظاما ويعالج لكن أنا متأكد لك أنه تعمل ودي حقيقة أنك تزور المشروع ما وقف المشروع لا لا ما وقف أبدا 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 يعمل على مدى حتى 24 ساعة في مرحلة الحفر فهذا الشيء الجيد والليلا يمكن وبعدين فيه ترى أنظمة يعني تربط هذا كله قد تصير أحداث فردية وهذا نتيجة النشاط أحيانا من تنشط وتعمل تطلع بعض الملاحظات اللي قاد وبتطرق لها موضوع التوثيق وتحصر الأصول والجوانب الأخرى فهذا الجانب الصحي طيب العنصر الثاني التعليم ويش سويته؟ جانب التعليم كذلك هذه مهام مهام وزارة التعليم الأساسية لكن على مستوى المدارس الخاصة نفس الشيء عندنا عدد من مدارس أو ثلاث أربع مدارس استقطبناها أحدها مدارس مداك وانشئات في المدينة عبارة عن وقف مدارس متميزة جدا أنا زرتها والله كانت مبهرة جدا بدعوا منهم الله جزاهم خير زرتها وتجولت فيها وكانت أيضا نموذج غير عادي بايلينجويل عربي إنجليزي بتوازن عالي جدا فيعني بس تأكيد على كلامكم أننا فعلا مدارس مميزة بس إش كان دوركم أنتم في نشوقها طبعا يمكن ما في دور رئيسي في الأمانة إلا أنه تمكين الترخيص وتمكين تسريع الأعمال وتحديد النطاق وتحديد كذا هذه الأعمال اليومية للأمانة اللي تقوم فيها مع أي أحد وبأي طبيعة لكن لأننا مدركين على أهمية الموضوع يمكن نسرع فيه بشكل أكثر وأكبر وأنا كشخص حقيقة تشرف أن سمو الأمير الفيصل حشرفني في أني أكون عضو مجلس إدارة معهم في العمل لإهتمامي حقيقة شخصي بالتعليم وعندي شغف في هذا الجانب خصوصا أنه المدارس واعدة الأمر الآخر هو حقيقة المدارس عندنا مدارس دار جنة مدارس متقدمة هذه كلها أسماء من المملكة استقطبت واستأجروا وانتواصلت معهم وعطيتم أراضي نعم وما زلنا نتواصل وندعو حقيقة لأي مدارس متميزة لتكون في المدينة سواء كان قطعة صحية وتعليمي لأنه نحقق فيه أكثر من جانب جودة الحياة وكذلك هداف المختلفة حق الأمانة وعندكم جامعات وش الجامعات اللي عندكم؟ عندنا جامعة طيبة في المدينة وعندنا الجامعة الإسلامية كذلك وعندنا جامعات خاصة جامعة الأمير ميقرن جامعة خاصة متميزة في مجال الأمن السبراني في موضوع الهندسة التصميم الداخلي والمعمارية وعندنا كليات الصحية كليات الريان وحدهم الكليات الصحية هذه كلها موجودة في المدينة وفيها خريجين وخريجين مميزين جداً في قطاعات مختلفة وفي جزء ثالث اللي هو موضوع أو الركن الثالث اللي هو الترفيه أو جودة الحياة جيد أنا خليني بس أرجع لك على موضوع التعليم التعليم الحكومي بشكل سريع أي اليوم إحنا في المدينة بعد سنة تقريباً حسب ما أعلن وزارة التعليم رح تكون عندنا صفر مدارس مستأجرة متى هذا؟ بعد سنة بعد سنة من الآن صفر مدارس مستأجرة مدينة مستأجرة نعم وش دوركم كان في هل الآن في أكثر من ستين مدرسة تحت الإنشاء شركة تطوير التعليم تنشأت أكثر من ستين مدرسة وبتصاميم جداً مميزة ورائعة وكذا دور الأمانة حقيقة استشعار الأمانة في المشكلة وفهمها لها وكذلك متابعة الأمير فياصر ومتابعته لهذا الملف بشكل يعني متخصص في هذا الجانب توفير الأماكن توفير الأراضي وهذا واحد من الأدوار الرئيسية تحديد مواقع الأراضي بناء على الكثافات السكانية والتجاهات النمو الطبيعي والترخيص وتمكن الترخيص تسريعها يمكن بتقولي هذا شيء طبيعي وعمل واجب ما من الواجبات نعم لكن اليوم معاملة التعليم تختلف عن معاملة المواطن تختلف عن معاملة الهاد أنا حقيقة عندي شخص في المكتب خاص بالتعليم يعني يتواصل مع مدير التعليم في المدينة يعني رجل نشط ومتمييز يتواصل معه بشكل مباشر ويتواصل معه بشكل مباشر لكن لتخليص الأمور ومتابعتها ومحاولة الهاد فهذا جانب مهم كذلك يعني أن نصل في وقت من الأوقات قبل سنوات بسيطة كنا خمسين بالمئة مدارس مستأجرة ويعني عملوا الزملاء في التعليم على تقليص لهذا إلا أنه يكون صفر مدارس مستأجرة هذا أعتقد أنه عمل كبير يمكن دورنا فيه بسيط جدا دور التعليم أكبر ودعم وتمكين الأمارة ومتابعتها الملف فهذا أكبر بكثير لكن استشعارا بأهمية الموضوع كيف أنه نبدأ نركز عليه ونحله شميل الرقم الثالث الترفيه نتكلم على كل عناصر الترفيه سواء كان أنت اليوم عندك شريحة السكان زي ما ذكرت لك أو شريحة الزوار كيف أن تكون فيه وجهات مختلفة وجهات مختلفة من ناحية وجود الأشياء الأساسية تكلم على الاحتياج اليومي المطاعم المقاهي هذا الجانب كذلك اليوم بدأنا في المدينة على موضوع تفعيل المزارع كيف أن نرفع من اقتصادية المزارع هذه أن نمنع تحويلها ونمنع استخدامها يعني بشكل مضر بيئيا لكن نسمح باستخدامات بيئية جيدة وهذا بدأت تتوسع المدينة فيه وهذا واحدة من الميز اللي موجودة فيه في المدينة كذلك اليوم عندنا أكثر من مشروع يعني المدينة داون تاون أعلن يعني في المدينة سيكون كذلك سفن أعلنوا مشروعهم واحدة من شركات الصندوق أعلنوا مشروعهم وكانت الأرض كذلك يعني من الأمانة في تنفيذها ومشاريع أقطاع خاصة أعتقد أنها كثيرة وهذا الجانب برضو كذلك ينقصه الكثير والجوانب الأخرى نعمل عليها من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة أنا لفت نظري هنا عفوا سؤال من أحد الأصدقاء من سكان المدينة يقول إحنا المنطقة الوحيدة اللي ما عندنا سينما اضطرنا سافر إلى جدة عشان نشوف فيلم معقولة نعم لأسف طبعا تأخر الموضوع هذا ما في شيء يمنع اليوم عندنا ثلاثة أنتم عندكم محذور شرعي ولا ما نعين هذا لسبب معين أبدا ليش ما فيه سينما في السلو ما تأخر طبعا تعرف تخضع الأمور لعرض الطلب بشكل أو بآخر اليوم فيه ثلاث يعني منشآت مجمعات تجارية تحت الإنشاء أعتقد خلال أشهر ثلاثة أو ربع أشهر رح يعني تنتهي من التنفيذ رح تبدأ يعني في العمل ثلاث منشآت فيها سينما نعم جميل بنتقل لشيء أنتم كنتوا نشيطين فيه موضوع الأرصفة والتشجير وممرات المشار بس ببداها بتغريدة لناشط في مجال التصميم الحضري في تويتر فؤاد عسيني يقول متى تقتنع البلديات أن لفظ ممشا يعني أنها فشلت في جعل المدينة قابلة المشي من خلال الشبكات وممرات متصلة واكتفت بشارع واحد يعني كانه هذا ترقيع لمشكلة أساسية الممشا ليس الواحد يروح لعشان يمشي فيه الممشا يفترضن المدينة كلها صديقة للمشات فودي تحدثني عن أول شيء قلاعتك بهذه الملاحظة من عدمها وتجربتكم في زيادة الأماكن المشية في المدينة من وراء شميل أنا أتفق معاه تماما وودي أنك تشوف تغريداته الأخرى الخاصة بالمدينة أنا حقيقة واحدة من أولى الأولويات اللي يعني عملت عليها أنه ألغي أي يعني مسمى أو مشروع اسمه ممشا لأنه حقيقة هذا صحيح علىه دليل على الفشل وما في شيء اسم مشروع اسم ممشا الشخص ينبغي أن يخرج من بيته يفترض يكون يعني هو خيار الشيء الطبيعي أنه شغل الإنسان يقضي احتياجاته اليومية بالمشي كيف يقدر يمشي من 7 لاف إلى 10 لاف خطوة هذا الشيء الطبيعي بدون ما عنده رغبة أن يمارس الرياضة فهذا حقيقة التحول اللي إحنا يعني اشتغلنا عليه واللي اليوم يعني بشكل أو بآخر يعني الناس يقولوا الله ما ماشي في كل مكان وكذا الفكرة ما ماشي الفكرة كيف تطوير الشوارع الرئيسية والمخططات الثكنية القائمة بأنها تستوعب هذا الجانب أنه والله الشخص يخرج من بيته يقدر يروح المدرسة يقدر يروح المسجد يقدر يروح للمركز التجاري الوجهات اللي موجودة في الحي بشكل آمن أنا ما أقصد آمن يعني ليس الأمن لكن آمن أنه والله يحس أنه والله سليم يعني ما عنده إشكالية كلنا من كنا أطفال في كنا في أحياء صغيرة نطلع ونروح ونجي وكذا اليوم أنا ما أولادي ما يطلعهم يعني ما أعرف إذا كان طبا محمد مسكلي حالة محددة وشرحنا إياها بتفصيلا هذا مرة يهم الناس صراحة وبيدغدغ مشاعرهم إذا أعطيتنا كيس أو حالة لحي مسكتوا طورتوا وربطتوا مرافق رئيسية بممارات مشات أمنة جيد أنا ما أتكلم لك على حي عندنا أحياء أول شي خلينا نأخذ الأنواع الأحياء عندنا أحياء مخططة منظمة يعني تخطيطة حديث لكن نحن تفتقر لبعض الجوانب الإنسانية وفي عندنا أحياء قديمة يعني عفوية أو عتيقة أو عشوائية سمها يعني ما تشاء في الأحياء المخططة طبعا بدأنا في أولويات واضحة كيف الحي قربهم كثافات الموجودة فيه لاحتياجات أنا ما نقدر نشتغل فيه للأحياء مرة واحدة في وقت واحد واليوم عندنا خطة واضحة لتطوير الأحياء وبدأنا فيه كم حي في المدينة؟ عندنا 47 حي تقريبا مخطط يعني حديث هذه لها أولويات الآن بدأنا نشتغل على 7 أو 8 أحياء لتطويرها بشكل شامل في شيء يكتمل؟ نتكلم على أكتملت جزئية لأن نشتغل فيه أكثر من حي عندنا حي الأزهري تقدر تزوره وودي حقيقة المرة اللي جاية وحتى الأخوان المستمعين أو المشاهدين يعني يزورونه يشوفون كيف إيش المقصود فيه في هذا أفترى مقصود شيء بسيط كيف أن الشخص يطلع من بيته ويقدر يمشي بشكل آمن وهذا عندنا كذلك الخالدية حي من أحياء المدينة الكبرى آسف بس أنا ودي أمسك حي الأزهري نعم اشرح لي وش سويته فيه؟ أول شيء عدد دراسة الحي بشكل كامل من ناحية عروض الشوارع إيش احتياج العرض الطبيعي اللي نحتاجه من ناحية المرورية وكذا وش لقيته فيه هذا؟ لقيني أنه الشوارع ثلاث مسارات يعني الوسط هي ثلاث مسارات ما تحتاج الثلاث مسارات وتلقى موقف والبيت يعني ما تحتاج الشخص ما يقدر يخرج يخرج لأنه يطلع يمشي ما يستطيع إلا أنه يروح لهذا قطعت الشارع عشان واحد يروح لمركز تجاري يعني يعتبر أنه أنجاز لو قطعت الشارع فهذا يعني حقيقة تنافى مع وش سويته فيه؟ وسعنا الأرصفة ربطنا كل المباني بأرصفة صحيحة كيف أن الشخص يطلع من بيته ويمشي كيف يكون فيه مسار دراجات فيه طبعا مسار مشاه مسار دراجات تشجير صحيح من يقول تشجير صحيح هنا في أماكن صحيحة شجر مناسب بيئيا بشكل صحيح ويسبق ذلك طبعا دراسة تصريف مياه المطار في الحي لأنه يعني من الهذر أنك تشتغل على بنية فوقية والتحتية يتكون فيها إشكالية فلذلك أحيانا تأخذ وقت في تطوير الحي مثل الحي هذا مثلا لو أنا اليوم ساكن فيه أطلع من بيتي أقدر أمشي إلى أقرب مسجد أو أقرب مدرسة نعم ما تعترضني سيارة فجأة أو موقفة قدامي مية في المية لا طبعا العمل مستمر وجود المسجد في أماكن مكان غير هذا لكن الشخص يقدر يمشي يروح إلى بيت جاره إلى البيت الآخر فيه مسار كامل فيه ممرات مشاه ممر الدراجات هذا نافذ؟ ممر الدراجات نافذ توجهنا في المدينة أنه تكون فيه شبكة من يعني ما تكون الدراجات وسيلة للرياضة الدراجة وسيلة للتنقل واحدة من وسائل النقل الخفيفة الأساسية هي يعني الدراجة فاليوم كل الطرق الرئيسية شغلين على تطويرها كذلك بنفس المفهوم كيف يكون فيه يعني مسار مشاه صحيح كيف يكون فيه مسار للدراجات والسكوترة الصحيح في التجيب في مكانه الصحيح ومسار النقل العام والحافلات كذلك يكون مهيئ فهذا العمل عندنا أكثر من 27 شارع رئيسي في المدينة شغلين عليها يعني أنجزنا تقريبا 30% الآن منها والعمل مستمر عندنا خطة واضحة للأحياء المنظمة والمخططة خطة واضحة لأولويات واضحة للأحياء القديمة أو العشوائية أو العفوية وخطة واضحة لتطوير الشوارع هذه رح تنتج شبكة رح تنتج مدينة المدينة الجديدة المدينة الإنسانية القريبة من الإنسان والذي الإنسان هو المهم فيها يعني يستطيع أن يتنقل بشكل يعني متى المرحلة الأولى من مشروع تطوير الأحياء تكتمل لا قلت لك ولا ما في مرحلة ما في مرحلة التطوير العمراني أو التخطيط الحضري أو التطوير الحضري ينبغي أنه لا ينتهي أكيد بس أكثر لنا اللحظة اللي نسوي تحديث للمنورة بأنه كل أحياءها أصبحت فيها موضوع الممرات المشاعة وممرات الدرجات والتشجيل يعني وفق الأولويات وفق الأولويات اللي موجودة عندنا في الأحياء المخططة والميزانيات اللي موجودة إلى الآن وخططنا فيها نتكلم عن 2028 رح تنتهي كل الأحياء 47 حي نعم في 2028 تكتمل نعم بإذن الله تعالى وش أكبر تحدي واجهته في هالخطة أنا اليوم قاعد تخيل أنه فيه ومناء مدن قاعدين يسمعوننا أو موظفين في البلدية قاعدين يسمعوننا خلينا نفيدهم بين تجربتكم إيش أكبر عائق صعب عليكم هذه المهمة طبعا كثير حقيقة من الأشياء أولها زي ممكن ذكرته عرضا هو موضوع البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار وكذا لأنه زي ما قلت لك صعب جدا أن نروح نطور حي وتكون فيه بنية فوقية جيدة وإنارة جيدة وتجدير وكذا وعند أي مطر وكذا يكون فيه فكيف تركب المشاريع على بعض وتكون أولوياتها يعني مع بعض هذا حقيقة واحد من التحديات يمكن بعض الجوانب الأخرى ما هي منطبقة في الأحياء المنظمة بشكل كبير لكن موجودة في بعض الأحياء اكتمال البنية التحتية للجهات الأخرى تكلم على الكهرباء المياه الصرف الصحي سلنا من ندرس الحي نشوف والله هل البنية التحتية هذه موجودة لأنه بشكل أو بآخر رح تتأثر لأنه تفاجأنا مثلا مجددين طورنا واحد من الأجزاء من الحي جزء من الحي كذا جات شركة كهرباء تطلب تصريح طب هذا برضي شكل ليش؟ لأنه فيه هدر فيه إزالة وكذا فهين يجي تنسيق المشاريع في تنسيق المشاريع الداخلية اللي تملكها الأمانة وتنسيق المشاريع الخارجية مع الآخرين هذا واحدة من أشياء الأساسية في الجانب أو من التحديات الأساسية الأمر الآخر قبول الناس لهذه الفكرة أن تستغرب أنه يعني فيه بشكله وبآخر فيه معارض لأنه أنت ضايق تستيارة فمدل جدوى من هذا ما عندك من الأرصفة مدل كذا فيه قبول عالي جدا إذا انتهى المنتج يعني وهذا لمسنا وصلنا صارت بالعكس الطلبات من شكاوي تيجي للطلبات نبغى لزي الحياة الفلانية نبغى تشتغلون لزي المكان الفلاني كذا اقتصاديات المنطقة تختلف يعني تصير بشكل إيجابي الأنشطة تتعدى المدرفين فيمكن التحديات هذه يعني اللي يقدر أثيرها وأقولها بالإضافة إلى الدراسة دراسة الشيء سهل جدا أنك تدرس يعني منطقة مفتوحة ما فيها أي مباني تدرسها وتنفذ عليها وهذا اليوم كثر الأحياء الجديدة وكذا يعني تصير في هذا الاتجاه واعتقد أنه فيها كثير من عناصر الأنثرة لكن أنه مدينة قائمة أو حي قائم تبدأ تشتغل عليها هذا ما تقدر تقول الله عندي مخطط ودراسة وتصميم وروح نفذ لا يعني صعب جدا وجدناه وكان هذا حق يقول بداية لكن كيف أنه يصير فيه أساسيات أولى أو موجهات أساسية وكيف أن نبدأ ننفذ على الأرض الواقع لأنه في بعض المباني غير موجودة في بعض المباني فيها بعض المخالفات المعينة في بعض الاحتياجات اللي نشأت من جهات مختلفة تلقى يعني عمود كهرباء أو شيء أو في نص الرصيف هذه كلها يعني تحتاج إلى تصاميم مرنة أو يعني عمل مرن مصممين أعمال مهندسين يعملون في الميدان بشكل يعني جيد من وحب يعني ما أبارغ ذي قلت هذا هم عند 99% من المواطنين والمقيمين سالفت جودة الشوارع وهذا لغز ما أحد قادر يفهمه يعني تحديدا تحديدا شوارع اللي تحت شراف البلديات والأمانات يعني اللي فهمته مؤخرا أنه الشوارع في السعودية تحت أكثر من جهة ففيه شوارع عند وزارة النقل هذا اللي غالب من بين المدن والأمانة جودتها بالمجمل جيدة فيه شوارع عند أرامكو هذه غالبا ترفضها أرامكو في منشآتها فيه شوارع في الطيران المدني داخل المطارات فيه شوارع عند الهيئة الملكية الجويل يومبو أغلبهم جودة مرضية أو مرتفعة أسوأ شوارع هي شوارع البلديات شي مخجل والله اللي يشوف شوارعنا ما يصدقونه في السعودية بكل إمكانياتها بكل يعني ما حباه الله سبحانه وتعالى من يعني من فرص وإمكانيات فودنا نفهم اللغز ليش ما احنا عارفين نسوي شوارع زينا على والناس هي طالعام را ما تجي تقول نسوي قاعدين نسوي بشكل صحيح وزيد لكن ليش ما تستمر بجانبين طبعا حجم حجم الشوارع مقارنة بالجهات اللي ذكرتها كلها تختلف تماما يعني معدى وزارة النقل وبين المدن وفي العادة يعني حتى الكثافات فيها وكذا تكون أقل فيه أنواع الأنواع العقود طبعا هذا يقود نترى للتشوه البصري بشكل أو بآخر أنه جزء من التشوه البصري هو الحفريات والشوارع اللي موجود فيها طبعا مو بعذر لكن عدم اكتمال بنية تحتية لبعض الشوارع ارتفاع المياه الجوفية في بعضها هذا تحدي من التحديات الرئيسية نمسكها واحدة وقم واحد عدم اكتمال بنية تحتية ويش تقصد فيها أتكلم على تصريف مياه الأمطار مثلا في منطقة معينة أتكلم على عدم وجود الخدمات الأخرى الصرف الصحي الكهرباء المياه تجد كل أحد يجي يبدأ يحفر وينفذ وخدم فكثرة الحفريات هذه تقصر عمر الشارع تماما السيول وعدم وجود مجال السيول يأثر على جود الشارع ارتفاع المياه الجوفية في بعض المناطق سواء كانت مناطق الساحلية أو حتى المناطق الغير الساحلية ويمكن حنى مثلا في المدينة رصدنا في السنتين الماضية في بعض المناطق ارتفعت فيها المياه الجوفية بدت الناس تشتكي من دخول المياه للقبو فهذا برضي يقلل من عمر الشارع موضوع الصيانة العلاجية والصيانة الوقائية يعني مفهوم الصيانة العلاجية جاتك حفرت رح تعالجها الصيانة الوقائية ينبغي ان يكون عندك رصد دائم للطريق تقول الله الطريق الآن ووصل عمره كذا يحتاج الدخل فيه كل ما كان فيه صيانة وقائية كل ما قلت تكاليف وعادة الانشاء والصيانة العلاجية هذه كلها يعني ماشي مشكلة في موضوع مواد البناء كود للطرق نعم اطرقت لك قلت لك في البداية وصفات الشيء الجيد اليوم انه فيه كود معتمد للطرق في مراحل النهائية يعني بيعمم بقرامجة الوزراء بيكون هذا كود الطرق الأساسي كذلك غياب كود الطرق جودة المقاولين يعني كلها أعمال طريقة التعاقد وطريقة العقود والشيء الجيد زي ما قلت لك انه والله هذه كلها اليوم قاعدة تعالج على المستوى الوطني قاعدة تعالج بشكل هذا رح تقلل بشكل كبير من الأمانة الشيء كثيرة قاعدة تغير في السعودية أجمالا لا أظن أن جودة الطرق من الملفات التي تغيرت للأحسن لا لا عطل أمثلة وش سويتم موضوع كود الطرق هذا طبعا ما بعطل بسه ما اعتمد سيعتمد موضوع كود الطرق هذا جانب موضوع تطوير العقود إلى عقود أهداء هذا برضو ملف اليوم في مراحلة نهائية وبدنا ناخذ أمثلة ونماذج في يعني موضوع كيف أنه يتحول الصيانة الطريق تتحول إلى عقد أداء ليس ب والله اليوم يقول لك والله في عقود الصيانة تقول الله أحتاج كذا مهندس وكذا مواد وكذا وتصير الطلبات تصير مع المقاول بالطلب نفذ كذا لكن كيف أنك تسلم المكان أو الموقع لمقاول يصبح مسؤوليته بشكل كامل ويشرف على عمل وتشغيله صيانته عندنا جانب مهم جدا تعدد الملكيات ومحتويات الطريق والملكيات ترجع المين اليوم الطريق 70-80% من بعض الطرق 90% بعضها الأمانات لكن فيها عناصر موجودة لجهات أخرى من قطع خاصة وقطع حكومي آخر وكذا توصيلها خدمة صيانتها طبعا بتقول للرخص موجودة عند الأمانة هي لما تترخص الجانب هذا كل هذا اليوم حصر الأصول مثلا حصر أصول اليوم عندنا مثلا قطعنا أكثر من 70% من حصر أصول المدينة الطريق إيش فيه إيش يحتوي على إيش مستواه لطريق الإنارة العناصر فرش الطريق بشكل كامل عددها ملكيتها نوعها مستواها إلى أي مدى عمرها كل هذه بتساهم فيه تقليل موضوع تحسين جودة الطرق الطرق كطريق وكعناصر فرش الطريق وكذلك فيه موضوع تشوف البصري إيش المعالجة اللي أنتم اليوم تؤمنون فيها لمعالجة الأمر من جذورة متى نوصل للحظة اللي عندنا شوارع داخل ناخذ مثال المنورة وإيش المعالجة اللي وصلتوا لها وتقولون أبشروا هذه بتعالج الموضوع بس يبيلنا وك قلت لك هي أكثر من جانب وهذا هو الحقيقة اللي بيديكم بيدينا الأمانة نتكلم على زي ما ذكرت لك عقود الأداء نتكلم على حصر الأصول الكامل للطريق موضوع تحسين دورة حياة الترخيص لإنشاء الخدمات المختلفة نتكلم على كذلك تنفيذ الخدمات البنية التحتية بشكل متوازي اللي هو تنسيق المشاريع اللي هو اليوم بدل ما كل أحد يشتغل في جهة من الجهات الخدمية المختلفة كيف أن نركز على جانب آخر موضوع مهم كذلك موضوع التطوير المتكامل للأحياء أو التطوير العقالي الحديث أنه كيف أن أطور حي كامل ببنية التحتية بهذا هذه أحياء موجودة في المدن اليوم تطور بشكل كامل ما راح تحتاج راح تكون فيها جودة الطرق متأكد تماما أنها راح تكون جيدة لأنها ما راح يكون فيها حفر ودفن ومستمر يعني وهل لقيته حل لسالفة الحفريات المتكررة من جهات مختلفة؟ لقيته لحل النظار ما تحلها إلى الحين طبعا المحلولة الآن في موضوع تفعيل مكتب تنسيق المشاريع في مكتب اسم مكتب تنسيق المشاريع في الأمانات وكذلك دور من أدوار الهيئات هو تنسيق المشاريع الكبرى في تجربة في هذا الموضوع مثلا؟ نعم عندنا مثلا حينها اليوم عندنا في المدينة عندنا خصخصة أعمال الرقابة على الحفريات أطلقنا الملف هذا بشكل كامل القطاع خاص اليوم يشرف على التنسيق للحفريات ومنح الترخيص والمراقبة عليها والتأكد من الإغلاق بشكل صحيح أثناء التنفيذ كيف أن المواد التي يتم يعني تنفيذ فيها مواد صحيحة تعرف طبقات التربة طبقات الأسفلت نوع الأسفلت يعني هذا جانب مهم جدا وكيف فترة الضمان في فترة الضمان سنتين موجودة في لأنك تضمن الحفرية هذه يا مقاول منفذ أو حتى شركة يعني منفذة من الشركات الخدمات فشركة القطاع الخاصة اليوم يشرف على العملية هذه كلها عندنا نظام اسم منسق هو ينسق عمليات طبعا النظام لثلاثة أشهر الآن انطلق على مستوى بعض أمانات المناطق وفي المدينة يعني تحديدا هو ينسق عمليات الحفريات كيف أنه يعني تضع خطتك المستقبلية هل هناك مثال عملي شارع محدد حي محدد لا طبعا ما ترى في حفرية يا الكهرب تعالوا يا الموايا تعالوا يا التصارات تعالوا الآن مطلوب من كل الشركات والأمانة أنها تضع خطتها المستقبلية لـ 2023 في النظام هذا حتى الكل يطلع على التفاصيل في نسق هذا يصير خلاص سنعرف فين توجه توجه المشاريع الكبرى مثلا أنا جلس مثلا مع الأخوان في شركة الكهرباء أو في المياه فجأة انتجين تقول والله رخصة مكان فلان يوصل وصل لي بوصل له لأنه في الخير خدمة يعني تعرف مشروع ضخم ولا مشروع صغير فوجود هذا النظام الآن أعتقد أنه بيقلل الإشكاليات بشكل كبير إلا يعني يكون يعني ينفيها بشكل كامل لأنه بيصير فيه اطلاع من الشركات المختلفة على الخدمات فيه الرائحة وفين أنا ينبغي أني أوصل طبعا عندنا مثال يعني في المنطقة المركزية جيدة نذكره عندنا في المنطقة المركزية في المدينة ما في حفر فيه عبارات خدمات موجودة يعني بمساحات يعني كبيرة جدا تكلم على أربعة في أربعة في أربعة يعني أعرض في طول طول في عرض في ارتفاع يعني فيها كل الخدمات فيها الكهرباء فيها المياه فيها الهاتف من أكثر من أربعين سنة الآن ما في حفر في المنطقة المركزية لذلك تجد جودة مثلا منطقة المركزية جودتها مرتفعة لكن تجد قارن الأثر الاقتصادي ويعني قيمة التنفيذ وكذا تختلف لكن في أماكن بكثافات معينة كذا يعني قد يكون جيد استخدام هذا الموضوع نعم دائما ملازمة لمسألة المشي والأرصفة موضوع التشجير لأنه الأجواء حار في السعودية عموما في المدينة خصوصا منورة الجو حار أغلب السنة وفي ملاحظات من سكان المدينة جتنا على موضوع أنه كثير من الأرصفة نفذت بدون تشجير فودي أعرف وش مستهدفاتكم خصوصا أنه برنامج التحول الوطني عنده مستهدف نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة منخفض في السعودية أقل حتى من المعدة اللي تنصحبه منظمات الصحة العالمية فودي أعرف وش واقع المنورة بخصوص التشجير مسطحات الخضرة لكل مواطن وش حققته في هذا الجانب جيد نسبة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة والخضرة في المدينة منخفض جدا عندك رقم؟ ولا ما في رقم؟ فاصلة تسعة فاصلة تسعة؟ نعم متر مربع لكل مواطن هذا طبعا كان في عشرين عشرين إحنا بدأنا في الأمانة بالستراتيجية ونحن نطرق لها الاستراتيجية هذه قاسة كل العناصر اللي موجودة في المدينة واللي الأمانة مسؤولة عنها وبناء عليه حددت الحاجة اللي طلعنا منها من موادرات وتفاصيل ففي عشرين عشرين لقينا أنه والله فاصلة تسعة يعني نصيب الفرد أو فاصلة تسعة متر مربع نصيب الفرد وهذا حقيقة رقم يعني خطير يعني غير غير مقبول أبدا الحمد لله اليوم نحن نتكلم على اثنين فاصل خمسة في ظرف سنتين والتوجه نصل أربعة فاصل خمسة في عشرين أربع وعشرين في اليوم يعني عندنا عقود مبرمة في أعمال يعني رحت يعني تعلن في الربع الثاني من هذا العام إن شاء الله في إنشاء أربع حدايق مركزية نتكلم على حديقة مركزية يعني مساحة كل حديقة مليون متر مربع شمال المدينة وشرقها وغربها واستكمال لحديقة في حديقة عندنا واحدة في الملك فهد في الجنوب استكمال لها فهذه رح ترفع يعني نسبة نصيب الفرد بشكل كبير جدا عندنا أكثر من مية حديقة حي نتكلم على حديقة الحي ما هو حديقة فقط ربط اللي ذكرت لك ربط الحديقة بالمشابل كذا داخل الأحياء وهذا كذلك بدأنا فيه يعني بشكل في هدف مية حديقة مية حديقة نعم أو مية خلينا نسمع مية مجاورة سكنية أكثر من حديقة يعني حديقة مسحاتها لكن مية مجاورة سكنية كيف المنطقة اللي جنب المسجد المنطقة اللي جنب المدرسة المناطق هذه كلها كم تكتمل هذه؟ كلها في 25 يعني كاملة سيبدأ العمل فيها في الربع الثاني إلى الربع الثالث من هذا العام عبيتوا أنا خيل ولا أخترت أشجار؟ لا لا طبعا موضوع الأشجار والاستخدام اليوم لو تلاحظ كل الشوارع والطرق اللي موجودة في المدينة الأشجار فيها أشجار يعني مناسبة مناسبة بيئيا لو تشوف هذه العقيقة الأشجار اللي موجودة فيه وادي قناة كلها حقيقة الأشجار أشجار مناسبة بيئيا طبعا من البيئة المحلية من البيئة المحلية ريها جيد استهلاكها الميام معقول ظلها مناسب وبعدين طبعا فيه فرق بين الحديقة وتشجيرها وبين الشارع وتشجيره معني هذا التفاصيل الفنية أعتقد في المدينة لو تيجي تزورنا وتشوف الفرق اليوم عن الجوانب وتعليقك على موضوع الأرصفة اللي لم تشجر لا لا كلها طبعا الشجر تعرف من تزرع شجرة ما تكتب تطلع فيه في فترة يعني قصيرة فتشوف مكان الشجر موجود الري صحيح الشجرة موجودة لكن وجودها ونموها بغا الوقت بغا الوقت على طالل الأشجار في ملاحظة هنا على شجرة المسكيت في شي كده اسمه أو أنا قاعد نطقها غلط المسكيت في شجرة كده اسمها أعتقد نعم هذا قاعد يشتكي يقول ثبت ضررها وفيها غازات وفي تحديد منها لكن في إصرار من أمانة على زراعتها وش قصتها الشجرة؟ طبعا ما أعتقد يعني ماني مطلع على الموضوع بشكل تفصيلي لعلني أشوفه بشكل هذا لكن كأنها جاتي لملاحظة أو كذا في هذا الجانب لكن هي شجرة ما استخدمتها الأمانة هي شجرة وجدناها نمت في بعض الأودية أي؟ يعني كدخيلة وهذا يتقل اليوم حنا عندنا كل تطوير لك كامل الأودية وتنظيفها وتحديد مساراتها وقاعديننا نتعامل معها بشكل سليم إذا كانت هي الشجرة هذه المقصودة أو حتى بعض الأشجار اللي وجدناها دخيلة حقيقة فهذه بتزيلونها؟ أعتقد أنها أزيلت إذا ما كانت أزيلت فهي طبيعي وطبعا وزارة الزراعة كذلك وزارة البيئة والزرع المياه عندها أشجار وهذا وسن نستشيرهم فيه نوع الأشجار وأماكن المحددة لها وفين نقدر أن الزراعة حسنا كانت في الوادي ولا في الطريق ولا في الحديقة مربوطين أنتم بالسعودية الخضرة؟ مبادرة طبيعي نعم في مستهدف عدد الأشجار تزرعونها؟ احنا في 2022 زرعنا 800 ألف شجرة يعني أعتقد من أكبر المدن أو أعلى المدن في المملكة اللي زرعنا أشجار ومتوجهين للزراعة لكن الأهم حقيقة من الزراعة هو الري والاستدامة الزراعة هذه فعندنا شبكة ري يعني متكاملة في المدينة وعندنا آخر مرحلة منها ستنتهي في نهاية هذا العام أو في نهاية في نهاية 24 الاستفادة من المياه المعالجة حلو هذا أعتقد هو يعني بدأنا من تمديد كل الشوارع والحديق المركزية وكذا للاستفادة من المياه المعالجة هذا سيغذي موضوع السعودية الخضرة والأشجار والحدائق اللي ذكرت لك لأنه موضوع محوري ومهم وهذا من الجوانب اللي تقول الله العمل تحت الأرض أحيانا أنه يبغى له وقت وما تنتبه له لكن الاستثمار فيه استثمار صحيح وأمثل ويحقق لك المستهدفات المختلفة كم اليوم من المياه تعالج كنسبة طبعا هذا ما يحضرني الرقم عند الأخوان في شركة المياه وطنية لكن نقول والله كم المياه اللي حنا نستفيد منها نتكلم عنها من 1 إلى 5% فقط من المياه المعاد معالجتها نستفيد منه في ري الأشجار هذا اللي نحتاجه حنا هذا يكفيكم هذا يكفينا بس بعدين مع الحدائق الكبرى الأربعة هذا الرقم يعني بيزيد وينقص بها عندنا مؤسسة المؤسسة العامة للري كذلك فتحت فرعة الثانية بعد الأحساء في المدينة ومعول عليها وبدت اليوم يعني تعمل عندهم خطط لتغذية المزارع وتغذية الشوارع والأحياء بالمياه المعالجة واعتقد أن عندهم في هذا الجانب يعني ملف ضخم واحدة من أهم أدواركم موضوع النظافة وإدارة النفايات اليوم السعودية عندها يعني أقصد مع بداية الرؤية كانت أرقام يعادة تدوير منخفضة جدا أقل من 11-12% من النفايات يعاد تدويرها والباقي تطمر في التربة بشكل ضار جدا للبيئة فوش جهودكم في التعامل مع النفايات ونظافة المدينة النظافة يعني كان عندنا تحديدا شركات النظافة كان عندنا شركة واحدة أصبحت الآن أربع شركات يعني زيادة أو أربع عقود زيادة التنافسية والعمل فيها وبشكل يعني جيد الملف هذا ملف يعني تفصيلي فيه تفاصيل كثيرة جدا حقيقة وفيه فرص تطوير وفيه عدد من الجهات اليوم اللي تعمل عليه ما هو فقط الأمانة عندنا المركز الوطني النفايات عندنا سيرك عندنا كذا هنا فيه المراحل النهائية لعقد شراكة إنشاء شركة مختصة بالنفايات مع أحد الشركاء القطاع الخاص وزيرك شركهم ثلاثية شركة المقر دراع الاستثماري للأمانة يعني شريك فيها شركة سيرك وشريك من القطاع الخاص لإدارة عمليات إعادة التدوير بشكل كامل عندنا مردم الأمانة مردم يعني جيد ونموذجي يعمل بشكل جيد غير مرضي لكنه يعمل بشكل جيد اليوم نقصد من الشركة أنها تقود هذا عملية التحول بشكل كامل حتى يعني نصل لمستويات المطلوب بش ما بدت لسه في المراحل النهائية يعني في المراحل النهائية لإنشاء الشركة وإعلانها أذكر كنت صورة مع واحد مسؤول في الفيزوات البرديات يقول لي كنت أقول بقابل أمين المدينة فقل لي غششني سؤال أسأله إياه قال حن أي مبادرة تخصيص نقول يجمع مني أخذها يجون الأمانة المدينة ويشيلونها ويشيلونها فهم سابقين الكل في موضوع التخصيص فوش سر حماسكم للتخصيص ويش أهم ما تحقق في تخصيص الخدمات خصوصا أنه معاي الوزير يعني في لقاءه معنا في سقراط وفي أكثر من مكان كان يؤكد بأنه مشروع الأوضح والأكبر في البلديات هو تخصيص 70% من خدماتها نعم فوش حققته في موضوع التخصيص درسنا حن أول شيء الموضوع التخصيص أعتقد أنه يعني مهم جدا جدا بأهمية التوسع في الخدمات يمكن التوسع في المدن بشكل أو في المدينة يعني تحديدا التوسع الكبير والمتطلبات المختلفة يدعونا والوضوح الشفافية يعني ننشد حقيقة الوضوح ننشد الشفافية سرعة تنفيذ الأعمال وتمكن الأعمال كلها وسهولة تنفيذ الأعمال يعني اليوم المدينة نحاول أنه اللي أدي فيها العمل يقول والله بديت بشكل سريع خدت رخصتي بشكل سريع في وضوح الشفافية في الإجراءات المختلفة أنا بذكر لك مثال على التخصيص وبعدين باقي الملفات حنا مثلا بدينا في تخصيص الرقابة على المحلات التجارية والصحية وهذا كان حقيقة واحد من الأشياء اللي كانت مؤرقة بالنسبة لي سخصيا وكان كثير من المراجعين واللي يجون يشتكون يشتكون من هذا الجانب تحديدا تعرف رائد أعمال ولا شركة ولا كذا ولا هذا تجي بغرام أغلاق يوم الأيام جاتني سيدة قالت أنا عندي مطعم جاني مراقب قالوا بدت هذا قلت حط الموصل هنا وحطي كذا هنا وحطي هنا ونفت بناء على رأيه جاني واحد ثاني في الزيارة الثانية قال مين قال لك لا هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا فالدين يشتبون عنه مستعدة بسوي بس أعطني كان حقيقة هذا واحد من التحديات الرئيسية طب من جيت تدخل فيه إلا والله وجدت أنه ملف يحتاج تطوير حتى خلينا نكون أكثر دقة ووضوح يعني ينبغي أن نركز عليه لأنه يساهم بشكل أو بآخر في تمكين العمل لشركات الرواد أعمال كذا اشتغلنا على أكثر من جانب التخصيص اليوم لو نسميها نسميها هي رحلة التحول في التخصيص كيف ندلس التشريعات الخاصة بهذا الملف بشكل كامل درسنا كل التشريعات الخاصة بموضوع الرقابة طورنا قوائم تدقيق يعني عندنا اليوم أكثر من 157 قائمة تدقيق محل مطعم وجبات سريعة يختلف عن مطعم مندي يختلف عن مطعم بخاري قائمة تدقيق وابحة ليش؟ لأنه بيكون هذا هو العلاقة بيننا وبين شركة القطاعات خاصة أنا ترى بجي دقق على هذه وأنت ينبغي أنك تنتبه له إذا خالفت فخلص يعني أي صباح صباح لي يعود فلا يحق له أن يخالفني خارج هذه القائمة نعم جميل فقوام التدقيق هذه موجودة ومنشورة يستطيع بل حتى الآن بدنا نطلب من المنشآت أنها تقيم نفسها قبل يأتيك المراقب قيم نفسك وقل أنا ملتزم ولا غير ملتزم وهذه قوام التدقيق يمكن طورناها الآن من سنة وشغلين على تطويرها بشكل مستمر ونطلع قوام التدقيق للمنشآت الجديدة أو الأنشطة الجديدة هذا جانب مهم كان كيف أنه الشخص يقيم نفسه ذاتيا الأمر الآخر الكادر البشري من جيل الكادر البشري لقينوا العداد والمعرفة والاستثمار فيه والأجهزة والمهال يعني كانت الأمانة تقوم فيه بشكل ذاتي ومرهق يعني وما فيه حيادية وما فيه كذا يعني صعب جدا فتعرف الأجهزة الخاصة بهذا الشي الاستثمار فيها توريدها صيانتها تشغيلها بعدين مين اللي يحكم فيها والعدد شفنا الشركاء قطع الخاص متخصين في هذا الجانب تعاقدنا مع أحدهم يعني يقوم بتوفير الكوادر البشري المدربة ويشرف على تدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر اليوم عندنا أكثر من سبعين مراقبة مراقبة يعني من أبناء البلد يشرفون على العملية هذه الأمر الأخير أو الآخر هو كيف أن يكون فيه يعني ما نبدأ واحد من الأشياء التشريعات وكذا ما نبدأ بالغرامة جوانب ملاحظات بسيطة جدا اللي تمس صحة وسلامة الناس هي اللي تبدأ بغرامة أو حتى إغلاق المحل فيما عدد ذلك تبدأ بالإنذار بالإشعار المرة الأولى والثانية وكذا فهذا برضو جانب تشريعي يرتبط بتطوير وتدريب الأشخاص وعندنا الأداة التقنية ممتثل اليوم برنامج أكتراني واضح الشخص يقيم نفسه ذاتيا يجي المراقب يتأكد من التدقيق هذا بشكل يعني دوري أول ما يطلع المراقب تجي للمنشأة رسالة فيها نتيجة الزيارة وفيها تقييم العملية الرقبية وتقييم المراقب والمراقب طبعا قيم المنشأة فتنتج لك يعني نتيجة مركبة بين الاثنين هذه وضحت لنا أنه والله أو صار فيه وضوح صار فيه شفافية عالية طيب الاعتراض بعض الملاحظات وبعض الغرامات ينتج عنها اعتراض صاحب المنشأة يعترض فأوكلنا هذه المهمة كذلك لطرف الثالث متخصص فيه إدارة عمليات الاعتراضات بإمكان أكوّل منها تجي رسالة بالاعتراض تعترض تروح للشريء الطرف الثالث يقيم يقول والله فيه فعلا الملاحظة الصحيحة وغير صحيحة وبناء عليه إذا كانت الصحيحة تستمر غير صحيحة تحاسب بالشركة القطع الخاص وتخصم قيمة الزيارة الأمر الهام كذلك أنه أصبحت اليوم بعد مسيرة 11 شهر طورنا المفهوم إلى إدارة المخاطر أكثر من يعني إدارة المخاطر أكثر من زيارة دورية كيف اليوم المنشآت اللي اتضح فيها يعني إذا اتضحت أنها ممتثلة وملتزمة أقلل الزيارات فيها اليوم عندنا منشآت نزورها مرة واحدة في السنة والعكس في منشآت نزورها بشكل مكثف إلى درجة أن بعض المنشآت كل ثلاثة سبيع نزورها إذا اتضح أنه والله هو غير ملتزمة والامتثال عندها منخفض فهذه أصبح عندنا يعني مرونة في أو شي عقدنا عقد أداء مرونة في الأعداد الطلاع تشجيع الامتثال حتى مفهوم الرقابة الآن يعني بدأنا نقلل وما في شيء اسم الرقابة هو تشجيع الامتثال وامتثال جانب أخير اللي هو موضوع التوعية والتدريب الصحي اليوم في مركز خاص بالتدريب العاملين في المنشآت هذه المقهى المطعم التفاصيل هذه كلها لابد أن العمالي مجدد فيه يخضعون لدورة تدريبية يومين إلى خمس أيام نظري وعملي حتى يعني نشجع الامتثال ويكون فيه امتثال عالي هذا رفعنا من الامتثال من 60% إلى 8% في 11 شهر عندنا 80% من المنشآت في المدينة يعني ممتثلة وعملية التطوير ما زالت مستمرة في هذا الجانب هذا فقط فيه تخصيص يعني جزء بسيط لكنه كان حقيقة يعني هذا مثال على تخصيص أدوار الرقابة نعم في هذه مجموعة أسئلة جت فقمنا نغادروا الأمثلة الثانية هذا يقول الشركة الخاصة بالرقابة عن محلات تجارية تقيم المحلات تجارية ضعيف مقبول إلى أخ بدون أن يكون هناك اختار لصاحب المحل أسباب هذا التقييم وآلية عمل التقييم وطريقة تحسين التقييم من قبل صاحب المنشآت يمكن هذا في البدايات الآن لا يعني في البدايات النظام الإلكتروني كذا الآن أول ما يخرج المراقب تجي رسالة سون كامبري دكتروني أو حتى رسالة على الجوال تقييمك كذا وهذه الأسباب وهذه الأسباب وحتى في ممتثل لك ملف تقييمك كذا وهذه الأسباب وهل أنتم موافق أو لا وكيف أنت اليوم تقييم المراقبة كم تقييم العملية الرقابية حلو يعني فاليوم تتعلمون ليش تقييمهم من خفض نعم جميل سؤال ثاني يقول تقوم الشركة الخاصة بالرقابة على المحلات بفرض غرامات على المحلات التجارية ولا يتم تزويد أصحاب المحلات بآليات ومسببات هذا الغرام أو يعطاهم تقرير يمكنهم الطلاع عليه لتلافي هذه الملاحظات حتى لا يتم فرض غرامات عليهم مجددا هذه لا تزال مشكلة موجودة مرتبطة طبعا بالملاحظة الأولى وكذلك لموضوع قوام التدقيق اليوم الرقابة الذاتية أصلا حتى يجلسين الآن ندرس كيف أن نجبر على الرقابة الذاتية ينبغي أنك تسوي ندرسها من ناحية تشريع ينبغي لأنه إذا أنت رقب نفسك عرفت المؤمنة خاصة انتهت العملية ممكن ما احتجي جيك أصلا بس اليوم هل في غرامات بدون تسبيب مستحيل 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 آخر سؤال في هذه الجزئية عند مراجعة أصحاب المحلات أو للاعتراض على التقييم يتم إحالتهم للشركة الخاصة بالرقابة والشركة تحينهم إلى موقع بلدي والنتيجة لا إجابة عند الجميع فأين يذهب الناس هذا طبعا كلفنا الآن إدارة عملية الاعتراضات وقياسها إلى شريك طرف خالف حتى نضمن الحيادية للشركة ولا القطاع ولا حتى الأمانة شريك متخصص في إدارة الاعتراضات كيف أنه يقيس أحيانا مكتبي وأحيانا عندنا تراجز كبير من الاعتراضات تقبل يمكن الأغلب تقبل مو لأنه ما في ملاحظة لأنه كان ينقص مثلا المراقب أداه معينة أو مدة الزيارة عندنا حتى مدة الزيارة محددة حتى أدنى كذا مدة الزيارة كذا الهدف في المنظومة هذه والعملية هذه حقيقة هو رفع الامتسال ما هو الهدف يعني الغرامة وكذا بل حتى العقد مع الشركة عقد أداء تحفيزي كل ما المنشآت امتثلت كل ما حفزه فاليوم مو هدفه ولا هدفنا حقيقة أنه يكون فيه يعني الغرامات والرقابات هدف كيف أن نحافظ على صحة سلامة الناس ونمكن الأعمال أنها تقوم فيها هذا كان أموذج للتخصيص اللي هو موضوع تخصيص الرقابة وتمكين الأعمال زي ما أنت تسميها نبغى نسمع أمثلة ثانية في التخصيص طبعا حصرنا كل العمليات اللي موجودة تقوم فيها الأمانة سواء كانت في الرقابات أو في تمكين الأعمال أو حتى في الجوانب الأخرى واليوم عندنا برنامج واضح للتخصيص أعطيك مثلا مثال المختبر الأغذية ونفس الشي وجدنا أنه الأمانة عندها يعني مختصين في الأغذية وعندها أدوات وتستثمر في هذه الأدوات وتجيبها وصياناتها ومعي وكذلك يعني هذا الجانب يعني مرهق فيه يعني هدر للوقت وهدر للجهود وكذلك ما في حيادية يعني مين اللي يقول اليوم أنه فعلا هذا الشي هذا كذلك الآن المختبر الأغذية يعني راح مع شركة المقر إذ راح لستثمار الأمانة شركة المقر تعاقدت مع شريك متخصص أو أنشأت شراكة متخصص في إدارة المختبرات الأغذية وبدأ يعمل الآن كذلك من 6 أشهر في إدارة العملية هذه حقيقة لاحظنا أنه فيه كفاءة في الإنفاق كفاءة في التشغيل حيادية في الطرح كذلك يعني صبحت الأمانة مشرفة وارتحنا من موضوع الأجهزة وتوريدها ومعايرتها والتفاصيل هذه هذا جانب ذكرت لك كذلك موضوع الإشراف على الحفريات أو توصيل الخدمات كذلك الآن في عندنا شريك قطاع خاص وقعنا معاه وبدأ ينزل الآن في إدارة العملية هذه بشكل متكامل يمكن اللي ذكر لك يا زميلنا في الوزارة صحيح لأنه أعتقد أن هذا الملف يعني مهم جدا يمكن الأمانة أنها تترجع يعني في تمارس دورها الحقيقي في الإشراف وفي التمكين وفي العمل وكذلك موضوع لكفاءة الإنفاق وكفاءة التشغيل والحيادية والوضوح فرص العمل اللي قاعدة تنتج من هذا كل حقيقة يعني برضو يعني محفزة ومشجعة أنا كنت سؤالي مع أحد سكان المدينة قلت له اليوم المملكة كل مدنها قاعدة يعاد بناء استراتيجياتها على المزايا النسبية وعلى كل مدينة إيش تتميز فيها عشان ما يكررون بعض ويتنافسون فمثلا تذكر فترة ماضية كان مثلا فيه مشروع لـ 12 وادي تقنية في 13 منطقة من مناطق المملكة وهذا ما هو صحيح يعني مستحيل كلهم يكونون متميزين في التقنية على سبيل المثال اليوم لا التركيز على استراتيجية لكل منطقة منبثقة من مزاياها فسألت هذا الساكن في المدينة قلت له أنت من أهل المدينة وش مزايا المدينة؟ وش الشيء اللي تعتقد أنك تتمنى تشوفه في المدينة وحيميزها عن بقية مناطق المملكة قال إحنا عندنا ثلاث مزايا رقم واحد بطبيعة الحال وهو معروف الحرم النبوي الشريف والتراث الإسلامي والأثار الإسلامية فإحنا نتكلم على فرصة سياحية هائلة إلى اليوم لن تستغل فأود أسمع منك في موضوع اختصاصكم أنتم تطوير المواقع التاريخية والمواقع الإسلامية والتراثية لتهيئتها للزيار واستقطاب السياح رقم اثنين يقول إحنا عندنا كمية غير ناطقين بالعربية مهولة وكلهم يبغون تعليم العربي فإحنا نقدر نكون رواد تعليم اللغة العربية لغير العرب فهذا أيضاً ودي أسمع إيش صار فيه نقطة ثالثة مرة حبيتها صراحةً كانت تكلم على أنه اليوم السياحة الاستشفائية أو السياحة العلاجية هذه منتشرة والناس تروح تسافر للهند عشان تقعد في منتجع يوغا يقعد له فترة استشفاء ذهني وعلاجي وواحد يروح لأسبانيا يقعد له في منتجع استشفاء يقول إحنا عندنا المدينة منورة اللي الناس بجرمها تدخل كلهم يكررون نفس العبارة يحسب راحة نفسية لكن ما فيه ولا منتجع واحد استشفائي استجمامي يستطيع الواحد يروح له ويقضي فيه فترة استشفاء نفسي أو روحي أو جسدي أو حتى برنامج غذائي معين فهذه الثلاثة كمزايا نسبية للمدينة أول شيء هل تتفق معها وإذا إيه وش بتسوون في كل ميزة من هذا أتفق تماماً مع الثلاث مزايا المدينة منورة جميعاً ذكرت لك مدينة عريقة ما يعني كل شبر فيها حقيقة احنا عندنا باحثين تاريخيين كل ما راح ننطور مكان نقول الله تعالى قدينا لهذا إلا فيه قصة ولا حديث ولا تشريع ولا كذا فهذه ميزة من حقيقة مميزات المدينة المدن أو المدينة تحديداً فيه مدينة مباني ومدينة معاني مدينة المباني اللي يسكنها مليون ونصف شخص ويعني يتفاعلون معها ويزورها كذا مدينة معاني اللي مرتبطة بأكثر من مليار مسلم يعني ينظروا لها ويجلونها ويسعون للوصول لها وكذا وتؤثر بشكل أو بآخر على المستوى الإسلامي وعلى المستوى الإنساني موضوع المواقع التاريخية واحدة من أميز الميزة المسبية للمدينة المسجد النبوي الشريف هو الأساس وهو المرجع لكن عندنا حصرنا أكثر من ألفين موقع تاريخ إسلامي أو طبيعي في المدينة منطقة المدينة ويعني محصورة موثقة مؤكدة طب بنشتغل في الألفين؟ لا طبعاً يعني فيها فيها يعني لا بد أن يكون فيه أولويات واضحة للعمل تم تحديد المية موقع اللي داخل نطاق العمراني بالإضافة إلى موقع من الموقع خارج نطاق العمراني بتكلم عنه الآن قلنا أنه هذه لابد أن يتم تطويرها وتفعيلها في فرق بين التطوير والتفعيل تطوير والتفعيل هو المطلوب وهو كيف أن الشخص يجي يزور يجد قصة يجد مرشد يجد يعني إرشادات يستمتع في أنشطة متعددة حوالاً حددنا المية موقع بدأنا في العمل فيها في تطويرها وتفعيلها طبعاً نقول والله حددنا وكذا في منظومة لهذا العمل في أكثر من جهة وهذه من مزايا الرؤية أن الجهات كلها تعمل بشكل واضح واحد اجتماعانة دورية حل إشكاليات عندنا وزارة الثقافة وهيئة التراث عندنا السياحة برنامز ضيوف الرحمن وزارة الحج وزارة الشؤون الإسلامية الأوقاف كذلك عندها بعض المواقع وهيئة التطوير والأمانة كلنا حقيقة نعمل عندنا اجتماعات شهرية لهذا الجانب كل مين يقوم بدور تعرف الأدوار موقع تاريخي ملكية الموقع جهة الوصول للموقع هذا دور الأمان ودور الهيئة التسويق للموقع وكذا لهيئة السياحة فكيف الأدوار هذه تكون متكاملة هذا الملف اللي شغلين عليه حددنا المئة موقع الأولى العشرين منها الآن منتهية عشرين موقع من المئة منتهية متى خمسة وعشرين عشرين وعشرين الهدف أنه تكون المئة تخلص المئة تخلص مهيئة فيها الاحتياجات الأساسية كلها تكلم على موقف مكان لوحة توثيق الجوانب الأساسية وبعضها ننتقل فيها العنصر الإبهار كيف أن تكون فيها يعني عناصر إضافية مبهرة عروض صوته إلى آخره مناسبة للمكان فهذا الملف أعتقد واحد من الملفات المهمة واللي يميز المدينة واللي اليوم إحنا اليوم ترى المدينة يعني من أعلى المدن زيارة في العالم نتكلم على 21-22 والعدد هذا قاعد يزيد لأن المستهدف 30 مليون فيه 20-30 فكعدد جيد وقاعد يزيد لكن كمدة بقاء واستمتاع وكذا لا منخفض فالعنصر المواقع التاريخية إثراء تجربتهم مهم الجانب الآخر جانب اللغة العربية أنا أمس كنت أكلم سمو رئيس الجامعة الإسلامية طبعا لنا فترة هم حقيقة عندهم معهد متخصص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وفيه عمل كبير في هذا الجانب يعني فيه فيه كيف أنه يفعلونه وهم مفعل عندهم وبدوا يسوقون كنت أتكلم معه على كيف أنه نروج وكيف أنه نبدأ نشتغل مع هيئة السياحة والجهات الأخرى أنها يعني تسوق هذا الجانب وإذا كان فيه جوانب أخرى إضافية تعرف أنه الطالب يجي طب فين يسكن فين يروح كذا أنا مثلا في اليابان أحد من أصدقائي كان يعني تكلم اللغة العربية صاربت أنه درست مثلا في دول يعني حتى لغتها العربية يعني ضعيفة فهذا جانب يعني نستطيع أن نستثمر فيه استثمار كبير جدا بالإضافة إلى عندنا معهد خاص وعندنا كذلك جامعة الطيبة عندها معهد البحوث الدرسات قاعدين يطورون هذا الجانب ويستثمرون فيه فهذا جانب مهم كذلك يعني ينبغي أن نهتم فيه اهتمام كبير وفيه بوادر له الجانب الأخير جانب الاستشفاء مرتبط تماما بالسكينة المدينة فيها السكينة وهذا واحد من الميز الموجود فيها فكيف أن تكون المراكز الاستشفائية المختلفة سواء كانت العلاج الطويل المدى العلاج للرعاية النهائية الرعاية للإصابات الحوادث الجوانب هذه كلها اليوم عندنا شركة المقارد ذراع استثمار الأمانة عندها واحد من المشاريع المميزة لمركز استشفائي تم التوقيع وأعلن قبل فترة متوقع أنه في 2028 يعني يشتغل مرحلة الأولى وتنتهي تنتهي منه كذلك في بعض مرحلة مستشفائي استشفائي يعني ريهابيتيشن أو إعادة تأهيل التغذية صحي الجوانب الإدمان لبعض الأشياء وكذا علاج الإدمان بالإضافة إلى أنه فيه أكثر من يعني عمل سيعلن قريبا في تنسيق لهذا الجهود سواء كم من وزارة الصحة من مدينة الأمير سلطان الطبية والقطع الخاص في هذا الجانب فأعتقد أنه جانب مهم جدا بالإضافة إلى أنه كيف تكون المدينة يعني وجهة للتقاعد أو وجهة للبيت الثاني لمسنا أنه حقيقة فيه ناس كثير تجد تتقاعد في المدينة وفيه ناس تسعى أن يكون عندها بيت ثاني في المدينة فهذا الجانب مهم كيف أنك توفر احتيازات والخيارات المناسبة وكيف أنك تسوقها وتستفيد من الفرصة الاتصادية الكبيرة هذه أنا بنتقل أبو محمد مجموعة من أسرة الأصدقاء وأختم فيها هاللقاء الثري فينا سؤال على موضوع بلغ عدد الأحياء المستهدفة للتطوير 14 حي ولم يتمد فصاح عن ما هي التطوير هل هي إزالة أو تطوير أو ماذا هذا الأمر أربك السوق العقاري بهذا الأحياء أربك السوق العقاري وهذا الأحياء التي تمثل جل مساحة المدينة بيعا وشراءا وتأجيرا فهل يفصح عن ما هي التطوير المزمع بهذه الأحياء طبعا ذكرنا إحنا في يعني انتشرت الإشاعة هذه وذكرنا فيها أنه الهدف من التطوير سواء كان الأحياء المنظمة أو غير المنظمة نطلب حين أحيانا بعض المستندات لهدف تطوير وأنسنة الأحياء ليس بهدف يعني إزالة إزالة ولا في نزع لا لا مهما النزع محدود لمشاريع محددة وتعلن في وقتها وفيها وضوح شفافي عالي لكن هي الهدف كيف أنه نطور الأحياء هذه بغرض معرفة الملكيات التفاصيل كيف نقدر نستفيد من المساحات المفتوحة المساحات التي تملكها الدولة في هذا الجانب سواء كان مدارس مراكز صحية أراضي مخصة وغيره سواء هنا على موضوع الطرق الرئيسي المهمة بالمدينة تم عمل كبري لها أو نفق لا زالت تعاني الإشارات المرورية بها من الاختناق وذلك بسبب قلة المخارج والمداخل على الكبري أو النفق فهل في حلول؟ طبعا الحلول نعم اليوم عندنا أكثر من عشرة تقاطعات تحت الإنشاء في وقت واحد وهذا يعني عندنا رصد لملاحظات المواطنين والسكان وكذا يشتكون كثير من الملاحظات الإيجابية التي تأتي لها كثرة الصبات صبات الخرصانية كثير ومدرفة هي حققة في عندنا مشاريع تطوير الطرق وتطوير التقاطعات في وقت واحد عندنا عشرة تقاطعات قد تطور في وقت واحد كلها ستنتهي هذه السنة يعني كل العشرة في نهاية هذا العام إن شاء الله بيحولها تنتهي وعندنا الحزمة الجديدة إن شاء الله كذلك في السنتين القادمة تنفيذها هذه كلها بترفع من مستوى يعني المرورية أو جودة الطرق من جودة الطرق وكذلك موضوع الوصول والوصولية وربط المدينة بشكل جيد بالنسبة للإزالات التي تقوم بها البلدية وهيئة التطوير لماذا لا يكون التعويض عيني بدلا من نقدي لأنه كما كان معهما سابقا لأنه التعويض النقدي لا يوفر لنا البديل المناسب طبعا فيه خيارين فيه كل الخيارين موجودة التعويض العيني في النظام موجود والتعويض النقدي موجود والخيار للمالك وليس النظام التعويض العيني يقوله والله أنه لا بد أن المالك هو يعني يوافق على هذا الجانب فكلهما موجود فالخيار له للمعوض؟ نعم هنا في سؤال أن لماذا لا يتم منح أصحاب العقارات المزالة مهلة كافية قبل إعلان إزالة جميع إعلانات الإزالة لم تبلغوا المدة بها شهر من الإعلان حتى قطع الكهرباء والماء وهذا أرعب الناس ويمد غير كافية البحث عن سكن آخر فأقوله أعطيتهم بس شهر واحد ما أعتقد أن نحتاج نعرف بالضبط المشروع طبعا ما في إزالات ضخمة ما عادة بعض المشاريع البسيطة وبعدين أصلا نظام واضح في هذا الجانب يعني يعطي صراحية واضحة أو يحدد صراحية الأمانة في هذا وقرر مجلس الوزراء الأخير أعتقد نظم المسألة هذه أنه لا يمكن أن هذا إلا أنه استلم تعويضه وكل الجانب فالجانب التعويض ونزعة الملكية جانب يعني محدد مؤثر بأنظمة ما أعتقد في أحد يستطيع أنه يعني يتجاوزها بعض الأحياء يسمح لها ببناء الجدار الصامت وبعض الأحياء لا يسمح رغم أنها مجاورة لبعض ليش لما يتم التوحيد من مبدأ الأعدال والمساواة والله إحنا بموضوع البناء بالصامت والبناء والاتفاعة كل هذا اليوم قاعد يدرس لأنه يعني أعتقد فيه فرصة تطوير عالية جدا المركزية في اتخاذ القرار يعني في التخطيط وكل المخاططات مشابهة وكل كذا يعني يفقدنا التنوع المنظم إحنا سابقا كان عندنا تنوع وبعدين في بعض الأحياء الجديدة الآن فيه تنظيم التنوع تشوه بصري والتنظيم ممل فكيف يكون فيه تنوع منظم هذا حقيقة الخلطة اللي اليوم سواء كانت الأحياء القائمة بعضها فيها فرص أو حتى الأحياء الجديدة سؤال أبو محمد على موضوع شركة المقر واش قصتها واش دورها؟ شركة المقر هو الذراع الاستثماري لأمانة المدينة نعمل اليوم حقيقة في الشركة على يعني تشجيع الاستثمارات في المدينة تعزيز جودة الحياة عندنا عدد يعني كبير من المشاريع اللي أعلننا عنها الفترة الماضية وبعدد من المشاريع اللي سنعلن عنها استطعنا الحقيقة جذب رؤوس أموال جيدة نوع وكم الكم مهم لكن كذلك النوع فهدفنا الرئيسي هو فيها تعزيز جودة الحياة في المدينة جذب التجار أو رؤوس الأموال الجيدة لقطاعات لم تكن موجودة في المدينة وكذلك موضوع الاستدامة المالية تحقيق الاستدامة المالية للأمانة لأنه زي ما تعرف أنه الأمانات أو الأمانة مسؤولة عن تشغيل وصيانة المدينة تشغيل وصيانة المدينة من فين يجي؟ يجي من الإرادات المختلفة فالشركة المقر عندنا اليوم مشاريع اسكانية مميزة يعني أعلننا عنها ووقعناها عندنا مدينة لوجستية عندنا كذلك مشروع ترفيهي ثقافي جيد فبدأت الشركة تنشط وتعمل في هذا الجامع كون جذبتوا رؤوس الأموال؟ أتكلم تقريباً 4 مليار مشاريع اللي تم الإعلان عنها وتوقيعها الآن تقريباً 4 مليار ريال إراداتها راح تكون حافز كبير للأمانة لتحقيق الاستدامة المالية في 27 و 28 وما بعد ذلك والعلاقة تكون أنه أنتو توفرون الأرض والمستثمر يوفر التمويل والتشغيل وتتقاسمون الدخل؟ طبعاً أكثر من النموذج فيه نموذج الشراكة تنشأ شركة خاصة بالمشروع فيه التأجير المباشر فيه لا والله التأجير المباشر مع الشراكة بالإراد فيه أكثر من نموذج في هذا الجانب على حسب حالة كل مشروع عندنا واحد من المشاريع اللي مرتبط بالأنثنة بشكل أو بآخر وجيداً نذكر مثلاً زي ما قلت لك أنه والله كيف أن نحول الدراجة إلى وسيلة التنقل مو وسيلة رياضة وهي وسيلة رياضة لكن كيف سيكون وسيلة التنقل فكننا نبحث عن شركة متميزة في هذا الجانب استطاعت المقر أنها تعقد شراكة مع شركة كريم اليوم كريم بايك بتكون أول عمل لهم في المملكة في المدينة لتوفير أكثر من سبعين يعني محطة تنقل يستطيع الشخص يركب الدراجة أو السكوتر في المدينة في مساراتها المحددة والآمنة وكذا هذا مثال بسيط لشراكة يعني لجذب شركة متخصصة في مجال معين لهدف محدد بالإضافة إلى عندنا مشاريع مع أكثر من شركة متميزة في قطاع الأسكان لتوفير سكن يعني مستوى آخر من السكن السكن الجيد أو فوق الجيد أو الفاخر في المدينة لأنه هذا الجانب لاحظنا في الشركة أنه يعني ينقص المدينة فهذه كلها الجوانب تعمل عليها اليوم المقر بالإضافة إلى عندنا ميدكس إذا سمعت عنه يعني ملتقى استثماري لمشاريع المدينة الهدف منه أنه بدأ في المدينة والهدف منه يعني يتجول في المملكة وبعض مدن العالم المهتمة بالاستثمار في المدينة توفير كذلك البيانات العقارية المختلفة في المدينة اليوم في تقرير شهري ينشر من المقر لتوفير البيانات العقارية لتمكين التجار والمستثمرين في أنهم يعرفون اتجاهات العقار في المدينة بالإضافة إلى أمر أخير عندنا ديوانية المقر ديوانية سهرية مفتوحة للجذب الرواد ورائدات الأعمال أصحاب القرار المختلفين اللي يساهمون في دعم تنمية المدينة هذا واحدة من المبادرات اللي تعمل عليه المقر اليوم شميل موضوع الأوقاف المدينة مشهورة بالأوقاف وكثير موقفين وش سراتيجيتكم في التعامل مع هذا الموضوع؟ عندنا عدد كبير من أراضي الأوقاف في المدينة وعندنا حقيقة حراك كبير مع الأخوان في الأوقاف لتنميتها وتفعيلها لخدمة المدينة الشيء الجيد أنه كثير من الأوقاف هذه مزارع وتعرف يعني الميز واحد من ميز المدينة هي وجود المزارع والنخيل في المدينة فهذا الجانب يعني مهم اليوم نعمل على الاستفادة من الأراضي هذه والمقر تقوم بدور مع شركة الأوقاف وكذلك الأمانة في التمكين الأراضي في يعني تحديد الأنشطة المناسبة للوقف أو تحديد الأرض وكيف أن نقدر نستفيد منها موضوع القطاع الثالث؟ القطاع الثالث حقيقي قطاع مهم جداً ووجدنا أنه من تحقيق الاستدامة المالية للأمانة أنه كيف نسند بعض الأعمليات والأعمال لقطاع الثالث اللي هو يعني يقوم فيها بشكل جيد ويضمن استدامتها ويضمن أنها تعمل بشكل جيد عندنا مثالة يعني يمكن بعرج عليها بشكل سريع عندنا جمعية البقيع وانشئات من أشهر لإدارة عمليات كرام الموتى كيف هذا الدور كان تقوم فيه الأمانة بشكل كامل؟ جيد كان العمل فيه يعني بشكل جيد لكن وجدنا أنه قد يكون فيه فرصة تطوير كبيرة جداً إذا القطاع الثالث يعني أسندت المهم له أنشأنا لجمعية البقيع بدت تستلم الأعمال تدريجياً زيما ذكرت لك الهدف كيف أنه يكون فيه كل سلسلة القيمة فيه العمليات كرام الموتى تسند للشركة من يعني النقل إلى الدفن إلى هذا بل حتى رحنا للعناصر أخرى إضافية موضوع المواساة والدعم في العزاء وكذلك الدعم الاجتماعي والدعم النفسي لمن يحتاج من الجانب هذا فهذا حقيقة أعطانا يعني هدوء شوية في الملف هذا اللي قاعدين نشتغل عليه حيننا إلى أن ينتقل الجمعية بشكل كامل تعمل عليه وترفع من الكفاءة ويحقق مستهدفات مختلفة في سواء كانت استدامة المالية أو كفاءة التشغيل هذا المثال واحد هذا المثال المثال الآخر عندنا جمعية مراكز الأحياء جمعية مراكز الأحياء يرأس مجلس إدارتها صحب السمو الملك الملك الفيصل بن سلمان ونائب الأمير السعود بن خالد الفيصل يعني ينوب نائب رئيس المجلس مهمتها حقيقة تعزيز الأواصر الاجتماعية في الأحياء وجدنا أنه عندنا أكثر من سبعين ملعب مثلا أنشأتها الأمانة وقدرة على تشغيلها وصيانتها وكذا كانت محدودة وكانت كثير حقيقة من الملاحظات تجيني على هذا الجانب يعني الملعب مهجورة ما فيها إنارة كيف تشغيلها مين يستغلها مين يشتغلها فأسندت العملية هذه لجمعية مراكز الأحياء اليوم أكثر من سبعين ملعب تعمل يعني بكفاءة عالية جدا فيه كثير من الأكاديميات نشأت الأكاديميات الرياضية نشأت من هذه الملاعب فيه قداما اللاعبين وجدنا بعض قداما اللاعبين في المدينة صاروا هم يديرون الملاعب هذه بعض الملاعب أو القطع الخاص يديرها بشكل جيد فيه تطبيق تروني تحجز الملعب في وقات محددة تستطيع أنك تستمتع فيه ويعني تستفيد منه ويعني راعاً كاهل أمانة موضوع صيانتها وتشغيلها بشكل صحيح وجيد الأمر الآخر موضوع مجالس الأحياء الجمعية اشتغلت على إنشاء مجالس في كل حي عندنا اليوم أكثر من 45 مجلس حي منتشرة في المدينة وقاعد يتوسع الجانب هذا يعني تعزيز الأواصل الاجتماعية في الحي بتهيئة الأماكن لكبار السن والموجودين في الحي سواء كانوا سيدات أو رجال وحتى دعوة بعض المسؤولين الخاصين بالحي مدير المركز الصحي رئيس البلدية المعنية مدير قسم الشرطة المعني لاجتماع مع الأهل الحي ومعرفة احتياجاتهم وكذا جانب آخر اللي هو موضوع مراكز الأحياء مراكز الضخمة اليوم الجمعية كذلك الأمانة كان عندها ثلاث مراكز أحياء تعمل على تشغيلها بشكل يعني يحتاج تطوير كبير أو متواضع لمستوى أسندت هذه المراكز للجمعية صارت تعمل عليها موجود فيها مسرح موجود فيها ملعب موجود فيها مسبح موجود فيها الصارة متعدة للأغراض وقاعدة تعمل الجمعية شغلتها بشكل بكفاءة عالية جدا واليوم في أكثر من ستة مراكز أحياء كبرى يعني الجمعية تنشئها وتشرف عليها سواء كانت من قطع الثالث أو من المساهمين أو من الجمعية نفسها أنشأتها لأغرض تعزيز الأواصر الاجتماعية في الحي ويعني هذه بعض الأعمال الأمانة كانت تقوم فيها أسندت للجمعية عندنا اليوم جمعية سكنية عندنا أكثر من جمعية مستهدفنا أنه زي ما في قطع خاص يدعم الأمانة في تنفيذ أعمالها وفي قطع حكوم يدعم أعمالها يكون كذلك في قطع ثالث نشط وجيد يعني يدعم الأمانة في تقديم أو توكل لهم ملفات يعني تنفيذ بعض الأعمال لرفع كفاءة التشغيل فيه سؤال مرة غريبة محمد يعني بالمجمل بالمجمل أظن علاقة سكان المدن بالأمانة ليست جيدة أغلى المدن يمكن فيه استثناءات فيه صبعا يا فينا الرياض يحبونه مرة أنت فيه كم مثال آخر الأهل المدينة يحبون الأمين بس الغريب أنه هذا يقول في الوقت الحالي أمين المدينة لا يستقبل مواطنين عكس أسلاف السابقين الذين يخصصون يوما كحد أدنى لاستقبال المواطنين وهذا تكرر كثير بأنت مقفل الباب بالعكس أنا استغرب من الملاحظة هذه لكن وتكرر كثير على فكرة مش سؤال واحد أنا استغرب منها تماما في يوم مخصص عندك؟ لا عندنا تطبيق موجود خاص بحز الموعيد تستطيع تحجز موعد مع الأمين وتختار في موعد متاحة ومع رئيس البلدية مع الوكلة مع مدر الإدارات تختار ما تشاء الفكرة في تنظيم المسألة بالطريقة هذه حتى تجي تلقى الاستقبال الصحيح الجواب الصحيح يمكن أفاجئك أنه بعض الزوار وبعض طلبات الزيارة ما تتم لأنه يحل الموضوع وينتهي قبل يجي الشخص طرح موضوعك انتهى ومنتهي فأستغرب لكن كم تستقبل في الأسبوع؟ غير أنه عندنا ثلاثة أيام بكل يوم ساعة أو أكثر وهذه خاصة بالزيارات العادية لكن عندنا عندي لقاء دوري مع المستثمرين عندي لقاء دوري مع رواد الأعمال أنا أروح للغرفة التجارية وهذا واجب رواد الأعمال عندنا ديوانية موجودة ديوانية المقر كذلك نستقبل فيها بعض المسؤولين سواء كان من مركز الحكومة من الجهات المختلفة نتيح فيها الاستقبال للناس فكلها هذه موجودة غير أصلاً أنه أكثر من 95% من خدمات الأكترونية أصلاً يعني الشريحة اللي تجي أما تطلب الاستثناء أو كذا وهذا يمكن هذا اللي يحتاج كان فيها تركيز كيف أننا نتيحها بشكل واضح وانتيح كذلك ورئيس البلدية يستقبل الوكيل المعني يستقبل مدير العام يستقبل في تطبيق الآن تقدر تطلع الجوال وتشوفه تحجز موعد تذكر موضوعك كامل وتجي على الموعد تلقى موضوعك يعني جاهز الرد جاهز التفاصيل كاملة وتوضح لك في سؤال على موضوع الباصات العامة متى يتم تشغيلها داخل الأحياء ليس فقط من الأحياء الحرم واللي ما تشتغل إلا في رمضان فقط وش مبادرتكم في نقل العام؟ حافلات المدينة مشروع موجود سابقاً كان نقل ترددي فقط من مواقع متعددة للمسجد النبوي الآن لا يعني في جانبين في رمضان تشتغل بشكل ترددي من الحرم إلى المواقع المنتشرة تقريباً أكثر من ثماني مواقع وفيه كذلك نقاط توقف موجودة داخل الطرق الرئيسية على الطرق الرئيسية هذا في المرحلة الأولى وهذا يعمل الآن الأمر الآخر موضوع الحافلات السريعة ذات المسار المخصص هذا واحد من المشاريع اللي سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطع الخاص انتهت الدراسات الخاصة في كلها مع المركز الوطني للتخصيص الآن في المرحلة النهائية للتأهيل متوقع في ديسمبر أو في بداية العام القادم 24 أن يتم توقيع للبدء في العمل كأحد المشاريع نقل العامل يريد تم تنفيذه من قبل القطع الخاص هنا السؤال إلى متى إيقاف أراضي غرب المدينة بنورة عن البناء وأصدار رخص وتجديدها أنا متضرر ما لقيت إجابة من أمانة ترميها على الهيئة والهيئة ترميها على جهات عليا نبغي نبني أراضينا أربع سنوات من الإيقاف طبعا في مساحة محددة بسيطة في غرب المدينة موقفة بغرض تطوير الكود العمراني أو المشاريع معينة ستعلن كلها الأمانة هي جهة تنفيذية للإيقاف ستعلن كلها توقع في فترة قريبة قادمة العشوائيات بالمدينة تقع في أهم منطقة بالمدينة بل أهم منطقة في العالم اللي هي المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي فمتى يتم تطويرها؟ جانبا نحن يمكن ذكرت لك عرضا في إجابة الموضوع تطوير الأحياء عندنا أحياء مخططة وأحياء غير مخططة وقديمة هذه لها تعامل آخر يعني اليوم عملنا على تطوير أكثر من سبعة أحياء تطوير شامل التطوير يشمل العناصر الرئيسية للأحياء كفاية البناء التحتية الصرف الصحي المياه الكهرباء الإنارة النظافة المدرفين الأشياء هذه الأساسية وكيف أنه حتى نرتقي شوية بالمشهد الحضري فواجهات المباني طبعا بالشراك مع الملاك أو قطع الثالث عندنا عمل كبير في هذا الجانب اليوم بدأنا في أكبر حي في المدينة المغيسلة أكبر حي قديم في المدينة وقريب جدا من الحرم من مستد النبوي مساحته مليون في فرص تطوير عالية بدأنا في مراحل في التخطيط والدراسة والتنفيذ في نفس الوقت لتطويره بشكل جيد حددنا الأحياء إيش اللي يحتاج لها تدخل يعني كبير وهذا وإيش اللي يحتاج لها لا والله تدخلات صغيرة فيها في هذا الجانب نبدأ بالمسحة الاجتماعية في الحي بشكل كامل حتى نعرف إيش الفرص اللي موجودة في الحي إيش التفاصيل اللي نقدر نبني عليها مين سكان الحي هل هم سعودين غير سعودين أسر عزاب عوائل هذه كلها مهمة في التطوير لأنه الحل الشامل لكل شيء بنفس غير صحيح حتى حي عن حي يختلف من هو صاحب مقولة الناس تجي للمدينة عشان تموت فيها نبغى الناس تجي للمدينة عشان تعيش فيها وإيش المقصود فيها الحقيقة الأمير فاصل بن سلمانو هذا كان يعني دائما يكررها ويعني ينادي فيها بشكل داعم أنا في اللقاء الأول معه أو اللقاءاتي الأولى معه يعني هذا هو طلبه الرئيسي أو توزيه الرئيسي كيف أن الناس تعيش في المدينة والفرق بين الحياة والموت فرق يعني كبير جدا المدينة فيها فضل للموت فكيف فضل الحياة فضل الحياة أكيد يفوق فضل الموت فيعني طلبه وتوجيهه دائما للمسؤولين كيف أنه نتحول من مدينة تموت والناس تجي عشان تموت إلى أنها تكون في حياة وفي متعة وفي استمتاع وفي فرص عمل في تعليم جيد في نظام صحي جيد هذه الجوانب اللي ذكرت لك إياها حقيقة هي هو يعني من يشرف عليها ويطلبها وينادي فيها والمسؤولين موجودين كلهم يعني مستوعبين للفكرة هذه سؤال الأخير أبو محمد أنت ابن المدينة وفي يوم من أيام حتغادر المنصب زي سنة الحياة وحترجع مواطن من سكان المدينة إيش الشيء اللي أو المشروع أو المبادرة أو الإصلاح اللي تتمنى أنك تنجزها طرعما اليوم بيدك القرار وبيدك الصلاحية يابر ما تغادر مقعد الأمانة بتستغرب شوي لكن مرتبط باتباطات يعني متعددة لكن أنا أعتقد أنه الرصيف هو أساس يعني أي حضارة أو أي تطوير أو أي تنمية اقتصادية في المناطق طبعا أنا ما أتكلم عن الرصيف بشكل يعني مجرد لكن كيف تكون المباني بشكل جيد وأنيق كيف المكان تكون مشجرة بشكل سليم وجيد الجمال والثقافة معدية وتنعكس على سلوك الشخص وعلى طريقة التفكير وعلى طريقة التعامل مع الآخرين الارتباط المجتمعي كل ما عززت الرصيف والمساحات المفتوحة كل ما صار فيه ترابط مجتمعي كل ما كان فيه يعني أواصر مجتمعية جيدة فأعتقد كثير مننا يسافر عشان يمشي وإذا سافر ومشي وإذا جاه هنا ما يمشي يعني هذه جوانب كثيرة جداً تنتعش الدورة الاقتصادية ولحظناها تنتعش الأواصر الاجتماعية والعمل المجتمعي كذلك يعني لوحظة لحظناه في العمل فكثير حقيقة منه وطبعا أنا كل مشروعي يجي أقول الله هذا مشروعي وأتمنى خلصي قبل هذا لكن المواقع التاريخية كذلك مهمة والعمل فيها حقيقة شرف وتطويرها كذلك شرف كل الأعمال حقيقة هي أعتقد أنها قريبة وكل عمل كل فرصة عمل تفتح بيت ويعني تنتج تتخدم أسرة حقيقة أفرح فيها وأتشرف أني كنت في يوم الأيام من العناصر التمكين شكرا لك محمد وبالتوفيق في جعل المدينة مدينة للعيش شكرا لك أخي بعض الرحمن الله يديك الصحة والعافية استمتعت في الحديث معكم وأتمنى أن يكون اللقاء يعني لقاء وضح بعض الجوانب وحقيقة أدعوك أنت كشخص وأدعو الأخوان أساد المشاهدين المستمعين أنهم يزورون المدينة ولا يعني يبخلون علينا في النصائح أو إهداءنا بعض الملاحظات والمدينة تخيروا لهم لو كانوا يعلمون شرف إن شاء الله شكرا لك شكرا لكم وشكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاجها الحلقة ياسر كدشة وعبد المجيد بوزير خلف الكاميرات وفي تسليل الصوت يوسف إبراهيم وفي التحرير محمد الديني وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف عن إنتاج رزانة هيثب هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر